موسى وفرعون صورة مكررة على مدار الزمان كأوضح مثال للخير والشر والعدل والطغيان الخير والعدل في موسى نبي الرحمن والشر والطغيان في فرعون في كل زمان ومكان صورة متكررة لدعوة الحق والباطل منذ خلق الله السماوات والأرض إلى يوم الدين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع صورة القصص كيف تناولت قصة فرعون موسى كيف كانت البداية وما الموضوع في الوسط وكيف كانت النهاية تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أولا لمحة عن صورة القصص هذه الصورة مكية نزلت والمسلمون في مكة قلة مستضعفة والمشركون هم أصحاب الحول والطول والجاه والسلطان نزلت أضع الموازين الحقيقية للقوى والقيم نزلت تقرر أن هناك قوة واحدة في هذا الوجوه هي قوة الله عز وجل وأن هناك قيمة واحدة في هذا الكون هي قيمة الإيمان فما كانت قوة الله معه فلا خوف عليه ولو كان مجردا من كل مراهر القوة ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا قمأنينة ولو ساندته جميع القوى ومن كانت له قيمة الإيمان فله الخير كله ومن فقد هذه القيمة فليس بنافعه شيء أصلا رقم اثنين ومن ثم يقوم كيان الصورة على قصة موسى وفرعون في البد وقصة قارون مع قومه قوم موسى في الختام الأولى تعرض قوة الحكم والسلطان قوة فرعون الطاغية المتجبر اليقظ الحر وفي مواجهتها موسى طفلا رضيعا لا حول له ولا قوة ولا ملجأ له ولا وقاية وقد على فرعون في الأرض واتخذ أهلها شيعة واستضعف بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم وهو على حذر منهم وهو قابض على أعناقهم ولكن قوة فرعون وجبروته وحذره ويقظته لا تغني عنه شيئا بل لا تمكن له من موسى الطفل الصغير المجرد من كل قوة وحيلة وهو في حراسة القوة الحقيقية الوحيدة ترعاه عين العناية وتدفع عنه السوء وتعمي عنه العيون وتتحدى به فرعون وبنده تحديا سافرا فتدفع به إلى حجره وتدخل به عليه علينه بل تقتحم به عليه قلب امرأته وهو مكتوف اليدين إزاءه مكفوف الأذى عنه يصنع بنفسه لنفسه ما يحذره ويخشاه رقم ثلاثة القصة الثانية تعرض قيمة المال ومعها قيمة العلم المال الذي يستخفه القوم وقد خرج عليهم قارون في إزنته وهم يعلمون أنه أوتي من المال ما إن مفاتحه لا تعي العصبة من الرجال الأقوياء والعلم الذي يعتز به قارون ويحسب أنه بسببه وعن طريقه أوتي ذلك المال ولكن الذين أوتوا العلم الصحيح من قومه لا تستخفهم خزائنه ولا تستخفهم زينته بل يتطلعون إلى ثواب الله ويعلمون أنه خير وأوقى ثم تتدخل يد الله فتخسف به وبداره الأرض لا يغني عنه ماله ولا يغني عنه علمه وتتدخل تدخلا مباشرا مسافرا كما تدخلت في أمر فرعون فألقته في اليم هو جنوده فكان من المغرقين لقد بغى فرعون على بني إسرائيل واستطال بجبروت الحكم والسلطان ولقد بغى قارون عليهم واستطال بجبروت العلم والمال وكانت النهاية واحدة هذا خسف به وبداره وذلك أخذه اليم هو وجنوده ولم تكن هناك قوة تعارضها من قوى الأرض الظاهرة إنما تدخلت يد القدرة سافرة فوضعت حدا للبغي والفساد حينما عجز الناس عن الوقوف للبغي والفساد ودلت هذه وتلك على أنه حين يتمحد الشر ويسفر الفساد ويقف الخير عاجزا والصلاح حسيرا ويخشى الفتنة بالبأس والفتنة بالمال عندئذ تتدخل يد القدرة سافرة متحدية بلا ستار من الخلق ولا سبب من قوى الأرض لتضع حدا للشر والفساد ولكن يجب ملاحظة إنه حين كان بني إسرائيل يؤدون ضريبة أذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم لم تتدخل يد القدرة لإدارة المعركة فهم لم يكونوا يؤدون هذه الضريبة إلا ذلا واستكانة وخوفا فأما حين استعلن الإيمان في قلوب الذين آمنوا بموسى واستعدوا لاحتمال التعذيب وهم مرفوع الرؤوس يجهرون بكلمة الإيمان في وجه فرعون دون تلجلب ودون تحرك ودون اتقاء التعذيب فأما عند ذلك فقد تدخلت يد القدرة لإدارة المعركة وإعلان النصر الذي تم قبل ذلك في الأرواح والقلوب والذي قلتوه هنا أصح بشهاد السياق القصة في هذه الصورة وإن كان لما قلت في صورة طاها مكانه بتغيير في العبارة فإن يد القدرة تدخلت مولد أول الأمر لإدارة المعركة ولكن النصر النهائي لم يتم تمامه إلا بعد استعلان الإيمان في القلوب في القلوب الذين آمنوا بموسى بعد رسالته وجهروا بكلمة الحق في وجه طغيان العاتي المتجبر رقم أربعة بين القصة أين يقول الصياق مع المشركين جولات يبصرهم فيها بدلالة القصص في صورة القصص ويفتح أبصارهم على آيات الله المبثوثة في مشاهد الكون التارة وفي مصارع الغابرين التارة وفي مشاهد القيامة التارة وكلها تؤكد العبر المستفادة من القصص وتساوقها وتتناسق معها وتؤكد سنة الله التي لا تتخلف ولا تتبدل على مدار الزمان وقد قال المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اتبعوا الهدى معك نتخطف من أرضنا فاعتغروا عن عدم اتباعهم الهدى بخوفهم من تخطف الناس لهم لو تحولوا عن عقائدهم القديمة التي من أجلها يقضع الناس لهم ويعظمون البيت الحرام ويدينون للقائمين عليه رقم خمسة فساق الله إليهم في هذه الصورة المباركة قصة موسى وفرعون تبين لهم أين يكون الأمن وأين تكون المخافة وتعلمهم أن الأمن إنما يكون في جوار الله ولو فقط كل أسباب الأمن الظاهرة التي تعرف عليها الناس وأن الخوف إنما يكون في البعد عن ذلك الجوار ولو تظاهرت أسباب الأمن الظاهرة التي تعرف عليها الناس وساق لهم قصة قارون تقرر هذه الحقيقة في صورة أخرى وعقب على مقالتهم أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون يذكرهم بأنه هو الذي آمنهم من الخوف وهو الذي جعل لهم هذا الحرم الآمن وهو الذي يديم عليهم أمنهم أو يسلبهم إياه ومضى ينذرهم عاقبة البطر وعدم الشكر وكم أهلكنا من قرية إن بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين ويخوفهم عاقبة أمرهم بعد أن أعذر إليهم وأرسل فيهم رسولا وقد مضت سنة الله من قبل بإهلاك المكذبين بعد مجيء النذير وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يطلع عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون رقم ستة ثم يعرض عليهم مشهدهم يوم القيامة حين يتقلى عنهم الشركاء على رؤوس الأشهاد فيوصرهم بعذاب الآخرة بعد أن حذرهم عذاب الدنيا وبعد أن علمهم أين يكون الخوف وأين يكون الأمان وتنتهي الصورة بوعد من الله لرسوله الكريم وهو مخرج من مكة مطارد من المشركين بأن الذي فرض عليه القرآن لينهض بتكاليفه لا بد راده إلى بلده ناصره على الشرك وأهله وقد أنعم عليه بالرسالة ولم يكن يطلع إليها وسينعم عليه بالنصر والعودة إلى البلد الذي أخرجه منه المشركون سيعود آمنا ظافرا مؤيدا وفي قصص الصورة ما يضمن هذا ويؤكده فقد عاد موسى عليه السلام إلى البلد الذي خرج منه خائفا طريضا عاد فأخرج معه بني إسرائيل واستنقذهم وهلك فرعون وجنوده على أيدي موسى وقومه الناجين ويختم هذا الوعد ويختم الصورة معه بالإقاع الأخير ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هادك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون هذا هو موضوع الصورة وجوها وظلالها العامة فلنأخذ في تفصيل أشواط أهل الأربعة قصة موسى والتعقيب عليها وقصة قارون وهذا هو الوعد الأخير لداية الصورة كمدخل لسرد قصة موسى مع فرعون مصر تبدأ الصورة بالأحرف المقطعة طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض يجعل أهلها شيع يستضعف طائفة منهم يذبح بناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون تبدأ الصورة بهذه الأحرف للتنبيه إلى أنه من مثلها تتألف آيات الكتاب المبين البعيدة الرضبة المتباعدة المدى بالمقياس لما يتألف عادة من هذه الأحرف في لغة البشر الفانين تلك آيات الكتاب المبين هذا الكتاب المبين ليس إذن من عمل البشر وهم لا يستطيعونه إنما هو الوحي الذي يتلوه الله على عبده ويبدو فيه إعجاز صنعته كما يبدو فيه طابع الحق المميز لهذه الصنعة في الكبير والصغير نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون فإلى القوم المؤمنين يوجه هذا الكتاب يربيهم به وينشئهم ويرسم لهم المنهاد ويشق لهم الطريق هذا القصص المتلو في الصورة مقصوده أولئك المؤمنين وهم به ينتفعون وهذه التلاوة المباشرة من الله تلقي ظلال العناية والاهتمام بالمؤمنين وتشعرهم بقيمتهم العظيمة ومنزلتهم العالية الرفيعة وكيف والله الجلال يتلو على رسوله الكتاب من أجلهم ولهم بصفتهم هذه التي تؤهلهم لتلك العناية الكريمة لقوم يؤمنون وبعد هذا الافتتاح يبدأ في عرض النبأ نبأ موسى وفرعون يبدأ في عرضه منذ أول حلقة في القصة حلقة ميلاده ولا تبدأ مثل هذا البدء في أي صورة أخرى من الصور الكثيرة التي وردت فيها ذلك أن الحلقة الأولى من قصة موسى والظروف القاسية التي أولد فيها وتجرده في طفولته من كل قوة ومن كل حيلة وضعف قومه واسد الله لهم في يد فرعون ذلك كله هو الذي يؤدي هدف الصور الرئيسي ويبرز يد القدرة سافرة متحدية تعمل وحدها بدون ستار من البشر وتضرب الظلم والطغيان والبغي ضربة مباشرة عندما يعجز عن ضربها البشر وتنصر المستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة وتمكن للمعذبين الذين لا حيلة لهم ولا وقاية وهو المعنى الذي كانت القلة المسلمة المستضعفة في مكة في حاجة إلى تقريره وتذبيته وكانت الكثرة المشركة الباغية في حاجة إلى معرفته واستيقانه ولقد كانت قصة موسى عليه السلام تبدأ غالبا في الصور الأخرى من حلقة الرسالة لا من حلقة الميلاد حيث يقف الإيمان القوي في وجه الطغيان الباغي ثم ينتصر الإيمان وينخل الطغيان في النهاية فأما هنا فليس هذا المعنى هو المقصود إنما المقصود أن الشر حين يتمحد يحمل سبب هلاكه في ذاته والباغي حين يتمرد لا يحتاج إلى من يدفعه من البشر بل تتدخل يد القدرة وتأخذ بيد المستضعفين المعتدى عليهم فتنقذهم وتستنفذ عناصر الخير فيهم وتربيهم وتجعلهم أئمة وتجعلهم الوارثين فهذا هو الغلط من سوق القصة في هذه الصورة ومن ثم عرضت من الحلقة التي تؤدي هذا الغرض وتورزه والقصة في القرآن تغضع في طريقة عرضها للغرض المراد من هذا العرض فهي أداة تربية للنفوس ووسيل التقرير لمعاني وحقائق ومبادئ وهي تتناسق في هذا مع السياق الذي تعرض فيه وتتعاون في بناء القلوب وبناء الحقائق التي تعمر هذه القلوب والحلقات المعروضة من القصة هنا هي حلقة مولد موسى عليه السلام وما أحاط بهذا المولد من ظروف قاسية في ظاهرها وما صاحبه من رعاية الله وعنايته وحلقت فتوته وما آتاه الله من الحكم والعلم وما وقع فيها من قتل القطي وتآمر فرعون وملأه عليه وهر به من مصر إلى أرض مدين وزواجه فيها وقضاء سنوات الخدمة بها وحلقت النداء والتكليف بالرسالة ثم مواجهة فرعون وملئه وتكذيبهم لموسى وهارون والعاقبة الأخيرة الغرق مختصرة سريعة لنا أن نتساءل لماذا أطال السياق في عرض الحلقة الأولى والحلقة الثانية ولقد أطال السياق في عرض الحلقة الأولى والحلقة الثانية وهما الحلقتان الجديدتان في القصة في هذه الصورة لأنهما تكشفان عن تحدي القدرة السافرة للطغيان الباغي وفيها يتجلى عجز قوة فرعون وحيلته وحضره عن دفع القدر المحتوم والقضاء النافذ ونوريا فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون وعلى طريقة القرآن في عرض القصة قسمها إلى مشاهد وجعل بينها فجوات فنية يملأها الخيال فلا يفوت القارئ شيء من الأحداث والمناظر المطروكة بين المشهد والمشهد مع الاستبتاع الفني بحركة الخيال الحية وقد جاءت الحلقة الأولى في خمسة مشاهد والحلقة الثانية في تسعة مشاهد والحلقة الثالثة في أربعة مشاهد وبين الحلقة والحلقة فجوة كبيرة أو صغيرة وبين كل مشهد ومشهد كما يزدل السطار ويرفع عن الماظر أو المشهد قبل أن يبدأ القصة يرسم الجو الذي تدور فيه الأحداث والظرف الذي يجري فيه القصص ويكشف عن الغاية المخبوعة وراء الأحداث والتي من أجلها يسوق هذا القصص وهي طريقة من طرق العرض القرآني للقصة تساوق موضوعها وأهدافها في هذا الموضع من القرآن إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمتن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون وهكذا يرسم المصرح الذي تجري فيه الحوادث وتنكشف اليد التي تجريها وتنكشف معها الغاية التي تتوخها وانكشاف هذه اليد وبروزها سافرة بلا ستار منذ اللحظة الأولى مقصود في صياق القصة كلها متمشي مع أبرز هدف لها ومن ثم تبدأ القصة هذا البدء وذلك من بدائع الأداء في هذا الكتاب العجيب ولا يعرف على وجه التحديد من هو الفرعون الذي تجري حوادث القصة في عهده فالتحديد التاريخي ليس هدفا من أهداف القصة القرآنية ولا يزيد في دلالتها شيئا ويكفي أن نعلم أن هذا كان بعد زمان يوسف عليه السلام الذي استقدم أباه وإخوته وأبوه يعقوب هو إسرائيل وهؤلاء كانوا من قريته وقد تكاثروا في مصر وأصبحوا شعبا كبيرا فلما كان ذلك الفرعون الطاغية على في الأرض وتكبر وتجبر وجعل أهل مصر شيعا كل طائفة في شأن من شؤونه وقع أشد الإضطهاد والبغي على بني إسرائيل لأن لهم عقيدة غير عقيدته هو وقومه فهم يدينون بدين جدهم إبراهيم وأبيهم يعقوب ومهما يكن قد وقع في عقيدتهم من فساد وانحراف فقد بقى لها أصل الاعتقاد بإله واحد وإنكار ألوهية فرعون والوثنية الفرعونية جميعا وكذلك أحس الطاغية أن هناك خطرا على عرشه وملكه من وجود هذه الطائفة في مصر ولم يكن يستطيع أن يطردهم منها وهم جماعة كبيرة أصبحت تعد مئات الألوف فقد يصبحون إلبا عليه مع جيرانه الذين كانت تقوم بينهم وبين الفراعنة الحروب فابتكر عندئذ ريقة جهنمية خريفة للقضاء على الخطر الذي يتوقعه من هذه الطائفة من هذه الطائفة التي لا تعبده ولا تعتقد بألوهيته تلك هي تسخيرهم في الشاق الخطر من الأعمال واستغالهم وتعريبهم بشتى أنواع العذاب وبعد ذلك كله تذبيح الظكور من أطفالهم عند ولادتهم واستبقاء الإناث كي لا يتكاثر عدد الرجال فيهم وبذلك يضعف قوتهم بنقص عدد الظكور وزيادة عدد الإناث طوق ما يصبه عليهم من نكال وعذاب وروي أنه وكل بالحوامل من نسائهم قوابل مولدات يخبرنه بموليد بني إسرائيل ليبادر بذبح الظكور فور ولادتهم حسب خطأته الجهنمية الخبيثة التي لا تستشعر رحمة بأطفال أبرياء لا ذنب لهم ولا خطيئة هذه هي الظروف التي تجري فيها قصة نوسى عليه السلام عند ولادته كما وردت في هذه الصورة إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة أمنهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ولكن الله يريد غير ما يريد فرعون ويقدر غير ما يقدر الطاغية والطغاة البغاة تغدعهم قوتهم وسطوتهم وحيلتهم فينسون إرادة الله وتقديره فيحسبون أنهم يخطرون لأنفسهم ما يحبون ويخطرون لأعدائهم ما يشاءون ويظنون أنهم على هذا وذاك قادرون والله يعلن هنا إرادته هو ويكشف عن تقديره هو ويتحدى فرعون وهامان وبنودهما بأن احطياءهم وحذرهم لن يجديهم فتيلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وبنودهما منهم ما كانوا يحذرون فهؤلاء المستضعفون الذي يتصرف الطاغية في شأنهم كما يريد له هواه البشع النكير فيذبحوا أبناءهم ويستحيي نساءهم ويصومهم سوء العذاب والنكال وهو مع ذلك يحذرهم ويخافهم على نفسه وملكه فيبث عليهم العيون والأرصاد ويتعقب نسلهم من الذكور فيسلمهم إلى الشفار كالجزار هؤلاء المستضعفون يريد الله أن يمن عليهم بهباته من غير تحديد وأن يجعلهم أئمة وقادة لا عبيدا ولا تبعين وأن يورثهم الأرض المباركة التي أعطاهم إياها عندما استحقوها بعد ذلك بالإيمان والإصلاح وأن يمكن لهم فيها فيجعلهم أقوياء راسخ الأقدام مطمئنين وأن يحقق ما يحذره فرعون وهامان وجنودهما وما يتخذون الحيطة دونه وهم لا يشعرون هكذا يعلن الصياق قبل أن يأخذ في عرض القصة ذاتها يعلن واقع الحال وما هو مقدر في المآل ليقف القوة عيني وجها للوجها قوة فرعون المنتفشة المنتفخة التي تبدو للناس قادرة على الكثير وقوة الله الحقيقية الهائلة التي تتهاوى دونها القوى الظاهرية الهزيلة التي ترهب الناس ويرسم بهذا الإعلان مسرح القصة قبل أن يبدأ في عرضها والقلوب معلقة بأحداثها ومجرايتها وما ستنتهي إليه وكيف تصل إلى تلك النهاية التي أعلنها قبل البدء في عرضها ومن ثم تنبض القصة بالحياة وكأنها تعرض لأول مرة على أنها رواية معروضة الفصول لا حكاية غبرت في التاريخ هذه ميزة طريقة الأداء القرآنية بوجه عام لا تنسوا لأعجاب والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع الأداء البلاغي للقصص القرآني القصة أنبض بالحياة كلما قرأتها كأنك تقرأها لأول مرة وكأنها تعرض لأول مرة على أنها رواية معروضة الفصول لا حكاية قدمت وغبرت في التاريخ هذه ميزة طريقة الأداء القرآني بوجه عام في القصص ولازلنا مع قصة موسى عليه السلام مع فرعون والآن مع فصل آخر من فصول هذه القصة قصة أم موسى ثم تبدأ القصة ويبدأ التحدي وتنكشف يد القدرة تعمل سافرة بلا ستار لقد أولد موسى في ظل تلك الأوضاع القاسية التي رسمها قبل البدء في القصة أولد والخطر محدق به والموت يلتفت عليه والشفر مشرع على عنقه تهم أن تحتز رأسه وها هي ذي أمه حائر به قائف عليه تخشى أن يصل نبأه إلى الجلادين وترجف أن تتناول عنقه السكين ها هي ذي بطفلها الصغير في قلب المخافة عاجزة عن حمايته عاجزة عن إخفائه عاجزة عن حجز صوته الفطري الذي ينم عليه عاجزة عن تلقينه حيلة أو وسيلة ها هي ذي وحدها ضعيفة عاجزة مسكينة هنا تتدخل يد القدرة فتتصل بالأم الوجلة القلقة المغورة وتلقي في روعها كيف تعمل وتوحي إليها بالتصرف وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني يا الله يا للقدرة يا أم موسى أرضعيه فإذا خفت عليه وهو في حضنك وهو في رعايتك إذا خفت عليه وفي فمه ثديك وهو تحت عينك إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنه هنا في اليم في رعاية اليد التي لا أمن إلا في جوارها اليد التي لا خوف معها اليد التي لا تقرغ المخاوف من حماها اليد التي تجعل النار بردا وسلاما وتجعل البحر ملجأا ومناما اليد التي لا يجرؤ فرعون الطاغية الجبار ولا جبابرة الأرض جميعا أن يدنوا من حماها الأمن العزيز الجناب إن رادوه إليك فلا خوف على حياته ولا حزن على بعده وجاعلوه من المرسلين وتلك بشارة الغد وعظ الله أصدق القائلين هذا هو المشهد الأول في القصة مشهد الأم الحائرة الخائفة القلقة الملهوفة تتلقى الإيحاء المطمئن المبشر المثبت المريح وينزل هذا الإيحاء على القلب الواجف المحرور بردا وسلاما ولا يذكر السياق كيف طلقته أم موسى ولا كيف نفذته إنما يزدل الستقار عليها ليرفعه فإذا نحن أمام المشهد الثاني فالتقطه آل فرعون أهذا هو الأمن أهذا هو الوعد أهذه هي البشارة وهل كانت المسكينة تخشى عليه إلا من آل فرعون وهل كانت ترجفه إلا أن ينكشف أمره لآل فرعون وهل كانت تخافه إلا أن يقع في أيدي آل فرعون نعم ولكنها القدرة تتحدى تتحدى بطريقة سافرة مكشوفة تتحدى فرعون وهامان وجنودهما إنهم ليتتبعون الذكور من موليد قوم موسى خوفا على ملكهم وعرشهم وذواتهم ويبثون العيون والأرصاد على قوم موسى كي لا يفلت منهم طفل ذكر ها هي ذي يد القدرة تلقي في أيديهم بلا بحث ولا كد بطفل ذكر وأي طفل إنه الطفل الذي على يديه هلاكهم جميعا ها هي ذي تلقيه في أيديهم مجردا من كل قوة ومن كل حيلة عاجزا على أن يدفع عن نفسه أو حتى يستنجد ها هي ذي تقتحم به على فرعون حصنه وهو الطاغير السفاح المتجبر ولا تتعبه في البحث عنه في بيوت بني إسرائيل وفي أحضان نسائهم الوالدات ثم ها هي ذي تعلن عن مقصدها سافرا متحدية ليكون لهم عدوا يتحداهم وحزنا يدخل الهم على قلوبهم إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ولكن كيف كيف وها هو ذا بين أيديهم مجردا من كل قوة مجردا من كل حيلة لندع السياق يجيبوا وقالت امرأة فرعون قل رطعين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداء وهم لا يشعرون لقد اقتحمت به يد القدرة على فرعون قلب امرأته بعدما ما اقتحمت به عليه حصنه لقد حمته بالمحبة ذلك الستار الرقيق الشفيف لا بالسلاح ولا بالجاه ولا بالمال حمته بالحب الحاني في قلب امرأة وتحدد به قسوة فرعون وغلزته وحرصه وحذره وهان فرعون على الله أن يحمي منه الطفل الضعيف بغير هذا السطار الشفيف قرة عين لي ولك وهو الذي تدفع به يد القدرة إليهم ليكون لهم فيما عدى المرأة عدوا وحزنا لا تقتلوه وهو الذي على يده مصرع فرعون وجنده عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداء وهو الذي تخبئ لهم الأقدار من ورائه ما حضروا منه طويلا وهم لا يشعرون فيا للقدرة القادرة التي تتحداهم وتصخر منهم وهم لا يشعرون وينتهي المشهد الثاني ويزدر السطار عليه إلى حين ذلك شأن موسى فما بال أمه الوالها وقلبها الملهوف وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به أو لا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصريه لقد سمعت الإيحاء وألقت بطفلها إلى الماء ولكن أين هو يا قرى وماذا فعلت به الأموان ولعلها سألت نفسها كيف كيف أمنت على فلذة كبدي أن أقرف بها في اليم كيف فعلت ما لم تفعله من قبل الأم كيف طلبت له السلام في هذه المخافة وكيف استسلمت لذلك الهاتف الغريب والتعبير القرآني يصور لنا فؤاد الأم المسكينة صورة حية هارغا لا عقل فيه ولا وعي ولا قدرة على نظر أو تصريف إن كادت لتبدي به وتذيع أمرها في الناس وتهتف كالمجنونة أنا أضعته أنا أضعت طفلي أنا ألقيت أبيه في اليم اتباعا لهاتف غريب لولا أربطنا على قلبها وشددنا عليه وثبتناها وأمسكنا بها من الهيان والشرود لتكون من المؤمنين المؤمنين بعد الله الصابرين على ابتلائه السائرين على هداه ولم تسكت أم موسى عن البحث والمحاولة وقالت لأخته قصيه اتبعي أثره واعرفي خبره إن كان حيا أو أكلته دواب البحر أو حوش البر أو أين مقره ومرساه وذهبت أخته تقص أثره في حضر وخفية وتتلمس خبره في الطرق والأسواق فإذا بها تعرف أين ساقته القدر التي ترعاه وتوصر به عن بعد في أيدي خدم فرعون يبحثون له عن هدي للرضاع فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت إن يكفلونه لكم وهم له مناصحون إن القدرة التي ترعاه تدبر أمره وتكيد به لفرعون وآله فتجعلهم يلتقطونه وتجعلهم يحبونه وتجعلهم يبحثون له عن ظأر ترضعه وتحرم عليه المراضع لتدعهم يحتارون به وهو يرفض أهدي كلما عرضت عليه وهم يخشون عليه الموت أو الغبول حتى يصر أخته من بعيد فتعرفه وتتيح لها القدرة فرصة لهفتهم على مرضين فتقول لهم هل أدلكم على أهل بيت إن يكفلونه لكم وهم له ناصحون فيتلقفون كلماتها وهم يستبشرون يودون لو تصدق فينجد طفل العزيز المحبوب وينتهي المشهد الرابع فنجدنا أمام المشهد الخامس والأخير في هذه الحلقة وقد عاد الطفل الغائب لأمه الملهوفة معافا في بدنه مرموقا في مكانته يحميه فرعون وترعاه امرأته وتضطرب المخاوف من حوله وهو آمن قرير وقد صاغت يد القدرة الحلقة الأولى من تدبيرها العجيب فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ويسكت سياق القصة بعد هذا عن السنوات الطوال ما بين مولد موسى عليه السلام والحلقة التالية التي تمثل شبابه واكتماله فلا نعلم ماذا كان بعد رده إلى أمه لترضعه ولا كيف تربى في قصر فرعون ولا كيف كانت صلاةه بأمه بعد فترة الرضاع ولا كيف كان مكانه في القصر أو خارجه بعد أن شب وكبر إلى أن تقع الأحداث التالية في الحلقة الثانية ولا كيف كانت عقيدته وهو الذي يصنع على عين الله ويعد بوظيفته في وسط عباد فرعون وكهنته يسكت سياق القصة عن كل هذا ويبدأ الحلقة الثانية مباشرة حين بلغ أشده واستوى فقد آتاه الله الحكمة والعلم وجزاه جزاء المحسنين ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وبلوغ الأشد اكتمال القوى الجسمية والاستوى اكتمال النضوج العضوي والعقلي وهو يكون عادة حوالي سن الثلاثين فهل ظل موسى في قصر فرعون ربيبا ومتبنى لفرعون وزوجه حتى بلغ هذه السن أم إنه افترق عنهما واعتزل القصر ولم تسترح نفسه للحياة في ظل تلك الأوضاع الآسنة التي لا تستريح لها نفس مصفاه مكتبا كنفس موسى عليه السلام وبخاصة أن أمه لا بد أن تكون قد عرفته من هو ومن قومه وما ديانته وهو يرى كيف يسام قومه الخص البشع والظلم الشنيع والبغي اللئيم وهو يرى أبشع صورة للفساد الشائع الأثيم ليس لدينا من دليل ولكن سياق الحوازس بعد هذا يلهم شيئا من هذا كما سيجيء والتعقيب على إتيانه الحكمة والعلم وكذلك نجيزي المحسنين يشيك ذلك بأنه أحسن فأحسن الله إليه بالحكمة والعلم ودخل المدينة على حين غفلتهم من أهلها فأقد فيها رجلين يقضى تلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فغفري فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ودخل المدينة والمفهوم أنها العاصمة وقتئذ فمن أي مكان جاء فدخلها وهل كان من القصر في عين شمس أم إنه كان قد اعتزل القصر والعاصمة ثم دخل إليها على حين غفلت من أهلها في وقت ظهير مثلا حين تغفو العيون لقد ادخل المدينة على كل حال فوجد فيها رجلين يقتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وقد كان أحدهما قطيا يقال إنه من حاشيد فرعون ويقال إنه طباخ القصر والآخر إسرائيلي وكان يقتتلان فاستغاث الإسرائيلي أبو موسى مستنجدا به على عدوهما القطي فكيف وقع هذا كيف استغاث الإسرائيلي أبو موسى ربيب فرعون على رجل من رجال فرعون إن هذا لا يقع إذا كان موسى لا يزال في القصر متبنى أو من الحاشية إنما يقع إذا كان الإسرائيلي على ثقة من أن موسى لم يعد متصلا بالقصر وأنه قد عرف أنه من بني إسرائيل وأنه ناقم على الملك والحاشية منتصر لقومه المضطهدين وهذا هو الأنسب لمن في مقام موسى عليه السلام فإنه بعيد الاحتمال أن تطيق نفسه البقاء في مستنقع الشر والفساد فوكزه موسى فقضى عليه والوكز الضرب بمجمع اليد أو كما نقول نحن بالعمية المصرية ضربه بالبنية والمفهوم من التعبير أنها وكزة واحدة كان فيها حطف القطي مما يشيء بقوة موسى وفتقوته ويصور كذلك انفعله وغضبه ويعبر عما كان يخالجه من الضيق بفرعون ومن يبقص به ولكن يبدو من السياق أنه لم يكن يقصد قتل القطي ولم يعمد إلى القضاء عليه فما كاد يراه بثة هامدة بين يديه حتى استرجع وندم على فعلته وعزاها إلى الشيطان وغوايته فقد كانت من الغضب والغضب من الشيطان أو من نفخ الشيطان قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ثم استطرد في فزع مما دفعه إليه الغضب يعترف بظلمه لنفسه أن حملها هذا الوزر ويتوجه إلى ربه طالبا مغفرته وعفوه قال رب إني غمط نفسي فاغفر لي واستجاب الله إلى ضرعته وحساسيته واستغفاره فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وكأنما أحس موسى بقلبه المرهف وحسه المتوفز في حرارة وحسه المتوفز في حرارة توجهه إلى ربه أن ربه غفر له والقلب المؤمن يحس بالاتصال والاستجابة للدعاء فور الدعاء حين يصل إرهافه وحساسيته إلى ذلك المستوى وحين تصل حرارة توجهه إلى هذا الحد وارتعش أجدان موسى عليه السلام وهو يستشعر الاستجابة من ربه فإذا هو يقع على نفسه عهداً من الوفاء بشكر النعمة التي أنعمها عليه ربه قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين وهو عهد مطلق ألا يقف في صف المجرمين وغيراً ومعيناً وهو براءة من الجريمة وأهلها في كل صورة من صورها حتى ولو كانت اندفاعاً تحت تأثير الغيغة ومرارة الظلم والبغي ذلك بحق نعمة الله عليه في قبول دعائه ثم نعمته في القوة والحكمة والعلم التي آتاه الله من قبل وهذه الارتعاش العنيفة وقبلها الاندفاع العنيف تصور لنا شخصية نبي الله موسى عليه السلام شخصية انفعالية حارث الوجدان قوية الاندفاع وسنلتقي بهذه السمة البارزة في هذه الشخصية في مواضع الأخرى كثيرة بل نحن نلتقي بها في المشهد الثاني في هذه الحلقة مباشرة فأصبح في المدينة خائفاً يترقب فإذا الذي أنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهم قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين لقد انتهت المعركة الأولى بالقضاء على القطي وندم موسى على فعلته وتوجهه إلى ربه واستغفاره إياه ومغفرته له وعهده على نفسه ألا يكون ظاهيراً للمجرمين ولكن الأحداث لم تتوقف عند هذا الحد ومر يوم وأصبح في المدينة خائفاً من انكشاف أمره يترقب الإفتضاح والأذى أما عن توالي الأحداث بعد ذلك انتظروني في الحلق القادمة إلى أن ألقاكم لكم خالص تحياتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع فأصبح في المدينة خائفاً يترقب فلماذا وكيف نجاه الله عز وجل من القوم الظالمين تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب مصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا زالت قصة موسى مع فرعون وملئه مستمرة بل نحن نلتقي بها في المشهد الثاني في هذه الحلقة مباشرة فأصبح في المدينة خائفاً يترقب فإذا الذي أنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين لقد انتهت المعركة الأولى بالقضاء على القطي وندم موسى على فعلته وتوجهه إلى ربه واستغفاره إياه ومغفرته له وعهده على نفسه ألا يكون ظهيراً للمجرمين ومر يوم وأصبح في المدينة خائفاً من انكشاف أمره يترقب الإفتضاح والأذى ولفظ يترقب يصور هيئة القلق الذي يتلفت ويتوجس ويتوقع الشر في كل لحظة وهي سمة الشخصية الإنفعالية تبدو في هذا الموقف كذلك والتعبير يجسم هيئة الخوف والقلق بهذا اللفظ كما أنه يضخمها بكلمتي في المدينة فالمدينة عادة موطن الأمن والطمأنينة فإن كان خائفاً يترقب في المدينة فأعظم الخوف ما كان فيه مأمن ومستقر وحالة موسى هذه تلهم أنه لم يكن في هذا الوقت من رجال القصر وإلا فما أرخص أن يزهق أحد رجال القصر نفساً في عهود الظلم والطغيان وما كان ليخش شيئاً فضلاً عن أن يصبح خائفاً يترقب لو أنه كان ما يزال في مكانه من قلب فرعون قصره وبينما هو في هذا القلق والتوجس إذ هو يطلعه فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه إنه صاحبه الإسرائيلي الذي طلب بالأمس نصرته على القطي إنه هو مشتبكاً مع قطي آخر وهو يستصرخ موسى ينصره ولعله يريد منه أن يقضي على عدوهم المشترك بوجزة أخرى ولكن صورة قطيل الأمس كانت ما تزال تخايل موسى وإلى جوارها ندمه واستغفاره وعهده مع ربه ثم هذا التوجس الذي يتوقع معه في كل لحظة أن يلحقه الأذى فإذا هو ينفعل على هذا الذي يستصرخه ويصفه بالغواية والضلال قال له موسى إنك لغوي مبين غوي بعراكي هذا الذي لا ينتهي واشتباكاته التي لا تثمر إلا أن تثير الثائرة على بني إسرائيل وهم عن الثورة الكاملة عاجزون وعن الحركة المثمرة ضعفاء فلاقي مهر مثل هذه الاشتباكات التي تضر ولا تفيد ولكن الذي حدث أن موسى بعد ذلك إن فعلت نفسه بالغيظ من القطي فاندفع يريد أن يقضي عليه كما قضى على الأول بالأمس ولهذا الاندفاع دلالته على تلك السمة الإنفعالية التي أشرنا إليها ولكن له دلالته من جانب آخر على مدى امتلاء نفس موسى عليه السلام بالغيظ من الظلم والنقم على البغي والضيق بالأذى الواقع على بني إسرائيل والتوفز والتحفز لرد العدوان الطاقي الطويل الأمد الذي يحتفر في القلب البشري مسارب من الغيظي وأخديد فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وإنه ليقى حينما يشتد الظلم ويفسد المجتمع وتختل الموازين ويخيم الظلام أن تضيق النفس الطيبة بالظلم الذي يشكل الأوضاع والقوانين والعف ويفسد الفطرة العامة حتى ليرى الناس الظلم فلا يثورون عليه ويرون البغي فلا تجيش نفوسهم لدفعه بل يقع أن يصل فساد الفطرة إلى حد إنكار الناس على المظلوم أن يدفع عن نفسه ويقاوم ويسمون ويصفون من يدفع عن نفسه أو غيره جبارا في الأرض كما قال القطي لموسى ذلك أنهم ألفوا رؤية الطغيران يغطش وهم لا يتحركون حتى وهموا أن هذا هو الأصل وأن هذا هو الفضل وأن هذا هو الأدب وأن هذا هو الخلق وأن هذا هو الصلاح فإذا رأوا مظلوما يدفع الظلم عن نفسه فيحطم السياج الذي أقامه الطغيران لحماية الأوضاع التي يقوم عليها إذا رأوا مظلوما يهبوا لتحطيم ذلك السياج المصطنع الباطل والولو ودهشوا وسموا هذا المظلوم الذي يدفع الظلم سفاكا أو جبارا وصبوا عليه لومهم ونقمتهم ولم ينل الظالم الطاغي من نقمتهم ولومهم إلا القليل ولم يجدوا للمظلوم عذرا حتى على فرد تهوره من ضيقه بالظلم الثقيل ولقد طال الظلم ببني إسرائيل فضاقت به نفس موسى عليه السلام حتى رأيناه يندفع في المرة الأولى ويندم ثم يندفع في المرة الثانية لما ندم عليه حتى لا يكاد يفعله ويهم أن يبطش بالذي هو عدو له ولقومه لذلك لم يتخلى الله عنه بل رعاه واستجاب له فالله العليم بالنفوس يعلم أن الطاقة البشرية حدا في الاحتمال وأن الظلم حين يشتد وتغلق أبواب النصفة والعدل يندفع المضطهد إلى الهجوم والاقتحام فلم يهول في وصف الفعل التي فعلها موسى كما تهول الجماعات البشرية التي مسخ ظلم فطراتها بإزاء مثل هذا العمل الفطري مهما تجاوز الحدود تحت الضغط والقضم والضيق وهذه هي العبرة التي تستشف من طريقة التعبير القرآنية عن الحادثين وما تلاهما فهو لا يبرر الفعلة ولكنه كذلك لا يضخمها لعل وصفها بأنها ظلم للنفس إنما نشأ من اندفاع موسى بدافع العصبية القومية وهو المختار ليكون رسول الله المصنوع على عين الله أو لعله كان لأنه استعجل الاشتباك بصمائع الطغيان والله يريد أن يكون الخلاص الشامل بالطريقة التي قضاها حيث لا تجدي تلك الاشتباكات الفردية الجانبية في تغيير الأوضاع كما كف الله المسلمين في مكة عن الاشتباك حتى جاء الأوان ويبدو أن رائحة فاحت عن قديل الأمس وأن شبهات تطايرت حول موسى لما عرف عن كراهيته من قبل لطغيان فرعون وملئه إلى جانب ما يكون قد باح به صاحبه الإسرائيلي سرا بين قومه ثم تفشى بعد ذلك خارج بني إسرائيل نرجح هذا لأن قتل موسى لأحد رجال فرعون في معركة بينه وبين إسرائيلي في مثل هذه الظروف يعد حدثا مريحا لنفوس بني إسرائيل يشفي بعض غيظهم فيشيع عادة وتتناقله الألسنة في همس وفرح وتشف حتى يفشو ويتطاير هنا وهناك وبخاصة إذا عرف عن موسى من قبل نفرته من البغي وانتصاره للمظلومين فلما أراد موسى أن يغطش بالقطي الثاني واجهه هذا بالتهمة لأنها عندئذ تجسمت له حقيقة وهو يراه يهم أن يغطش به وقال له تلك المقالة أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أما بقيت عبارته إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين فتلهم أن موسى كان قد اتخذ له في الحياة مسلكا يعرف به أنه رجل صالح مصلح لا يحب البغي والتجبر فهذا القطي يذكره بهذا ويوري به ويتهمه بأنه يخالف عما عرف عنه يريد أن يكون جبارا لا مصلحا يقتل الناس بدلا من إصلاح ذات البين وتهدئة فائرة البشر وطريقة خطابه له وموضوع خطابه كلاهما يلهم أن موسى لم يكن إذاك محسوبا من رجال فرعون وإلا ما غرأ المصري على خطابه بهذه اللهجة ولما كان هذا موضوع خطابه ولقد قال بعض المفسرين إن هذا القول كان من الإسرائيلي لا من القطي لأنه لما قال له موسى إنك لغوي مبين ثم تقدم نحوه وهو غاضب ليبطش بالذي هو عدو لهما حسب الإسرائيلي أنه غاضب عليه هو وأنه يتقدم ليبطش به هو فقال مقالته وأذاع بالسر الذي يعرفه وحده وإنما حملهم على هذا القول أن ذلك السر كان مجهولا عند المصريين ولكن الأقرب أن يكون القطي هو الذي قال ما قال وقد عللنا شيوع ذلك السر وأنها قد تكون فراسة أو حدثا من المصري بمساعدة الظروف المحيطة بالموضوع والظاهر أن موسى لم يقدم بعد إذ ذكره الرجل بفعلة الأمس وأن الرجل أفلتا لينهي إلى الملأ من قوم فرعون أن موسى هو صاحبها فهنا فجوة في السياق بعد المشهد السابق ثم إذا مشهد جديد رجل يجيء إلى موسى من أقصى المدينة يحذره ائتمار الملأ من قوم فرعون به وينصح بالهرب من المدينة ابقاء على حياته وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمنى وينصحون بك ليقولك فاخرج إني لك من الناصحين إنها يد القدرة تسفر في اللحظة المطلوبة لتتم مشيئتها لقد عرف الملأ من قوم فرعون وهم رجال حاشيته وحكومته والمقربون إليه أنها فعلت موسى وما من شك أنهم أحسوا فيها بشبح الخطر فهي فعلة قابعة الثورة والتمرد والانتصار لبني إسرائيل وإذن فهي ظاهرة خطيرة تستحق التآمر ولو كانت جريمة قتل عادية ما استحقت أن يشتغل بها فرعون والملأ والكبراء فانتدبت يد القدرة واحدا من الملأ الأرجح أن الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكتم إيمانه والذي جاء ذكره في صورة غافر انتدبته ليسعى إلى موسى من أقصى المدينة في جد واهتمام ومسارعة ليبلغه قبل أن يبلغه رجال الملك إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال قال ربي نجيني من القوم الظالمين ومرة أخرى نلمح السمه الواضحة في الشخصية الإنفعالية التوفز والتحفز والتلفت ونلمح معها التوجه المباشر بالطلب إلى الله واطلب الله إلى حمايته ورعايته والالتجاء إلى حماة في المخافة وترقب الأمن عنده والنجاة رب نجيني من القوم الظالمين ثم يتبعه السياق خارجا من المدينة خائفا يترقب وحيدا فريدا غير مزود إلا بالاعتماد على مولاه والتوجه إليه طالبا عونه وهداه ولما توجهت إلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل فماذا حدث بعدما توجه إلى مدينة هاربا وفارا من فرعون وملئه هذا هو موضوع الحلقة التالية إلى أن ألقاكم لكم خالص تحياتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع ولما توجهت إلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل الحلقة الرابعة لماذا توجه موسى إلى مدينة حكايته مع بنتي شعيب هل كان أبوهما هو نبي الله شعيب فعلا كيف تزوج من إحدى البنتين وما شروط عبد هذا الزواج وكيف تم الاتفاق كل هذا وأكثر نتعرف عليه في هذه الحلقة تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أولا كيف ولماذا توجه موسى إلى مدين نلمح شخصية موسى عليه السلام فريدا وحيدا مطاردا في الطرق الصحراوية في اتجاه مدين في جنوبي الشام وشمالي الحجاز مسافات شاسعة وأبعاد مترامية لا زاد ولا استعداد فقد خرج من المدينة خائفا يترقب وخرج منزع جنب إدارة الرجل الناصح لم يتلبث ولم يتزود ولم يتخذ دليلا ونلمح إلى جانب هذا نفسه متوجهة إلى ربه مستسلمة له متطلعة إلى هداه عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ومرة أخرى نجد موسى عليه السلام في قلب المخافة بعد فترة من الأمن بل من الرفاهية والقراءة والنعمة ونجده وحيدا مجردا من قوى الأرض أغاهرة جميعا نطارده فرعون وجنده ويبحثون عنه في كل مكان لينالوا منه اليوم ما لم ينالوه منه طفلة ولكن اليد التي رعته وحمته هنا ترعاه وتحميه هنا ولا تسلمه لأعدائه أبدا فها هو ذا يقطع الطريق الطويل ويصل إلى حيث لا تمتد إليه اليد الباطشة بالسوء ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم مرأتين تذودان قال ما خضبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى ظل فقال فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير ثانيا حكاية موسى مع بنتي نبي الله شعيد لقد انتهى به السفر الشاق الطويل إلى ماء لمدين وصل إليه وهو مجهود مجدود وإذا هو يطلع على مشهد لا تستريح إليه النفس ذات المروءة السليمة الفطرة كنفس موسى عليه السلام وجد الرجال الرعاة يوردون أنعامهم لتشرب من الماء وجد هناك امرأتين تمنعان غنمهما عن ورود الماء والأولى عند ذوي المروءة والفطرة السليمة أن تسقي المرأتين وتصدر بأغنامهما أولا وأن يفسح لهم الرجال ويعوينهما ولم يقعد موسى الهارب المتقارض المسافر المكدود يستريح وهو يشهد هذا المنظر المنكر المخالف للمعروف بل تقدم للمرأتين يسألهما عن أمرهما الغريب قال ما خبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاة وأبونا شيخ كبير فأطلعتاه على سبب إنزوائهما وتأخرهما وذودهما لغنمهما عن الورود إنه الضعف فهم مرأتان وهؤلاء الرعاة الرجال وأبوهما شيخ كبير لا يقدر على الرعي ومجالدة الرجال وثارت نخط موسى عليه السلام وفطرته السليمة فتقدم لإقرار الأمر في نصابه فتقدم ليسقي للمرأتين أولا كما ينبغي أن يفعل الرجال ذو الشهامة وهو غريب في أرض لا يعرفها ولا سند له فيها ولا ظهير وهو مكدود قادم من سفر طويل بلا زاد ولا استعداد وهو مطارد من خلفه أعداء لا يرحمون ولكن هذا كله لا يقعد به عن تلبيت دواعي المرؤة والنجدة والمعروف وإقرار الحق الطبيعي الذي تعرفه النفوس فسقى لهما مما يشهد بنبل هذه النفس التي صنعت على عين الله كما يشي بقوته التي ترهب حتى وهو في إعياء السفر الطويل ولعلها قوة نفسه التي أوقعت في قلوب الرعاة رهبته أكثر من قوة جسمه فإنما يتأثر الناس أكثر بقوة الأرواح والقلوب ثم تولى إلى ظل مما يشير إلى أن الأوان كان أوان قيغة وحر فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير إنه يأوى إلى ظل المادي البليل بجسمه ويأوى إلى ظل العريض الممدود ظل الله الكريم المنان بروحه وقلبه رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني في الهاجرة رب إني فقير رب إني وحيد رب إني ضعيف رب إني إلى فضلك ومنك وكرمك فقير محووظ ونسمع من خلال التعبير رفرفت هذا القلب والتجائه إلى الحمل آمن والركن الركين وظل الظليل نسمع المناجاه القريبة والهمس الموحي والإنطاف الرفيق والاتصال العميق رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وما نكاد نستغرق مع موسى عليه السلام في مشهد المناجاه حتى يعجل الصياق بمشهد الفرج معقبا في التعبير بالفاء كأنما السماء تسارع فتستجيب للقلب الضارع الغريب فجاءته إحدهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا يا فرج الله ويا لقربه ويا لنداه إنها دعوة الشيخ الكبير استجابة من السماء لدعوة موسى الفقير دعوة للإيواء والكرامة والجزاء على الإحسان دعوة تحملها إحداهما وقد جاءته تمشي على استحياء مشيت الفتاة الطاهرة الفاضلة العفيفة النظيفة حين تلقى الرجال على استحياء في غير ما تبغل ولا تبرج ولا تبجح ولا إغواء جاءته لتنهي إليه دعوة في أقصر لفظ وأخصره وأدله يحكيه القرآن بقوله إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فمع الحياء الإبانة والدقة والوضوح لا التلقلب والتعثر والركة وذلك كذلك من إيحاء الفطرة النظيفة السليمة المستقيمة فالفتاة القويمة تستحي بفطرتها عند لقاء الرجال والحديث معهم ولكنها لثقتها بطهارتها واستقامتها لا تضطرب الإطراب الذي يطمع ويغري ويهيج إنما تتحدث في وضوح بالقدر المطلوب ولا تزيد وينهي السياق هذا المشهد فلا يزيد عليه ولا يفسح المجال لغير الدعوة من الفتاة والاستجابة من موسى ثم إذا مشهد اللقاء بينه وبين الشيخ الكبير الذي لم ينص على اسمه وقيل إنه ابن أخي شعيب النبي المعروف وإن اسمه يثروان يقول صاحب الظلال الشهيد سيد قطل تعقيبا على ذلك سبق أن قلت مرة في الظلال إن هذا الرجل هو شعيب وقلت مرة إنه قد يكون النبي شعيبا أو لا يكون وأنا الآن أميل إلى ترجيح أنه ليس هو وإنما هو شيخ آخر من مدين والذي يحمل على هذا الترجيح أن هذا الرجل شيخ كبير وشعيب شهد مهلك قومه المكاذرين له ولم يبق معه إلا المؤمنون به فلو كان هو شعيب النبي بين بقية قومه المؤمنين ما سقوا قبل بنتي نبيهم الشيخ الكبير فليس هذا سلوك قوم مؤمنين ولا معاملتهم لنبيهم وبناته من أول جيل يضاف إلى هذا أن القرآن لم يذكر شيئا عن تعليمه لموسى صهره ولو كان شعيب لسمعنا صوت النبوة في شيء من هذا مع موسى وقد عاش معه عشر سنوات فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين فقد كان موسى في حاجة إلى الأمن كما كان في حاجة إلى الطعام والشراب ولكن حاجة نفسه إلى الأمن كانت أشد من حاجة جسمه إلى الزاد ومن ثم أبرز السياق في مشهد اللقاء قول الشيخ الوقور لا تخف فجعلها أول لفظ يعقب به على قصصه ليلقي في قلبه الطمأنينة ويشعره بالأمان ثم بينا وعلنا نجوت من القوم الظالمين فلا سلطان لهم على مدين ولا يصلون لمن فيها بأذى ولا ضرار ثم نسمع في المشهد صوت الأنوث المصطفين السليم ثالثا كيف التقى نبي الله موسى مع نبي الله شعيب أو الشيخ الكبير قالت إحداهما يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين إنها وقتها تعاني من رعي الغنم ومن مزاحمة الرجال على الماء ومن الاحتكاك الذي لابد منه للمرأة التي تزاول أعمال الرجال وهي تتأذى وقتها من هذا كله وتريد أن تكون امرأة تأوى إلى بيت امرأة عفيفة مصطورة لا تحتك بالرجال الغرباء في المرعة والمسقى والمرأة العفيفة الروح النظيفة القلب السليمة الفطرة لا تستريح لمزاحمة الرجال ولا للتبذل الناشئ من هذه المزاحمة وهو شاب غريب طريد وهو في الوقت ذاته قوي أمين رأت من قوته ما يهبه الرعاه فيفسحون له الطريق ويسقي لهما وهو غريب والغريب ضعيف مهما اشتد ورأت من أمانته ما يجعله عفء اللسان والنظر حين توجهت لدعوته فهي تشير على أبيها باستئجاره ليكفيها وأختها مؤونة العمل والاحتكاك والتبذل وهو قوي على العمل فالأمين على المال فالأمين على العرض هكذا أمين على ما سواه وهي لا تتلعثم في هذه الإشارة ولا تطرب ولا تخشى سوء الغن والتهمة فهي بريئة النفس نظيفة الحس ومن ثم لا تخشى شيئا ولا تتمتم ولا تجمجم وهي تعرض الطراحها على أبيها ولا حاجة لكل ما رواه المفسرون من دلائل قوة موسى كرفع الحجر الذي يغطي البئر وكان لا يرفعه فيما قالوا إلا عشرون أو أربعون أو أكثر أو أقل فالبئر لم يكن مغطى وإنما كان الرعاء يسقون فنحاهم وسقى للمرأتين أو سقى لهما مع الرعاة ولا حاجة كذلك لما رعوه عن دلائل أمانته من قوله للفتاة امشي خلفي ودليني على طريق خوف أن يراها أو أنه قال لها هذا بعد أن مشى خلفها فرفع الهواء ثوبها عن كعبها فهذا كله تكلف لا داعي له ودفع لريبة لا وجود لها وموسى عليه السلام عفيف النظر نظيف الحس وهي كذلك والعفة والأمانة لا تحتجان لكل هذا التكلف عند لقاء رجل ومرأة فالعفة تنضح في التصرف العادي البسيط بلا تكلف ولا اصطناع رابعا كيف عرض الشيخ الكبير على موسى أن يزوجه إحدى ابنتيه استجاب الشيخ لاقتراح ابنته ولعله أحس من نفس الفتاة ونفس موسى ثقة متبادلة وميلا فطريا سليما صالحا لبناء أسره والقوة والأمانة حين تجتمعان في رجل لا شك تهفو إليه طبيعة الفتاة السليمة التي لم تفسد ولم تلوث ولم تنحرف عن فطأة الله فجمع الرجل بين الغايتين وهو يعرض على موسى أن يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل أن يخدمه ويرعى ماشيته ثماني سنين فإن زادها إلى عشر فهو تفضل منه لا يلزم به قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتيها تأين على أن تأبرني ثماني حجج فإن أتممت عشر فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين وهكذا في بساطق وصراحة عرض الرجل إحدى ابنتيه من غير تحديد ولعله كان يشعر كما أسلفنا أنها محددة وهي التي وقع التجاوب والثقة بين قلبها وقلب الفتى عرضها في غير تحرج ولا التواء فهو يعرض نكاحا لا يخجل منه يعرض بناء أسرة وإقامة بيت وليس في هذا ما يخجل ولا ما يدعو إلى التحرج والتردد والإيماء من بعيد والتصنع والتكلف مما يشاهد في البيئة التي تنحرف عن سواء الفطرة وتخضع لتقاليد مصطنعة باطلة سخيفة تمنع الوالد أو ولي الأمر من التقدم لمن يرقضي خلقه ودينه وكفايته لابنته أو أخته أو قريبته وتحتم أن يكون الزوج أو وليه أو وكيله هو الذي يتقدم أو لا يليق أن يجيء العرض من الجانب الذي فيه المرأة ومن مفارقات مثل هذه البيئة المنحرفة أن الفتيان والفتيات يلتقون ويتحدثون ويخترطون ويتكشفون بعضهم لبعض في غير ما خضة ولا نية نكاح فأما حين أعرض الخضة أو يذكر النكاح فهبط الخجل المصطنع وتقوم الحوائل المتكلفة وتمتنع المصارحة والبساطة والإبانة ولقد كان الآباء يعرضون بناتهم على الرجال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كانت النساء تعرضوا نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم أو من يرغب في تزويجهن منهم كان يتم هذا في صراحة ونظافة وأدب جميل لا تهدش معه كرامة ولا حياة عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة على أبي بكر فسكت وعلى وثمان فاعتار فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا طي وخاطره عسى أن يجعل الله لها نصيبا في من هو خير منهما ثم تزوجها صلى الله عليه وسلم وعرضت امرأة نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتار لها فألقت إليه أولاية أمرها يزوجها ممن يشاء فزوجها رجلا لا يملك سوى صورة أيني من القرآن علمها إياهما فكان هذا صداقها وبمثل هذه البساطة والوضاءة صار المجتمع الإسلامي يبني بيوته ويقيم كيانه في غير ما تلعثم ولا جمجم ولا تصنع ولا التواء وهكذا صنع الشيخ الكبير صاحب موسى فعرض على موسى ذلك العرض واعدا إياه ألا يشق عليه ولا يتعبه في العمل راجيا بمشيئة الله أن يجده موسى من الصالحين في معاملته ووفائه وهو أدو جميل في التحدث عن النفس وفي جانب الله فهو لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه من الصالحين ولكن يرجو أن يكون كذلك ويكل الأمر في هذا لمشيئة الله وقبل موسى العرض وأمضى العقد في وضوح كذلك وضقة وأشهد الله قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل إن مواضع العقد وشروط التعاقد لا مجال للغموض فيها ولا العثمة ولا الحياء ومن ثم يقرب موسى العرض ويبرم العقد على ما عرض الشيخ من الشروط ثم يقرر هذا ويوضحه أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي سواء قضيت ثماني سنوات أو أتممت عشر فلا عدوان في تخاليف العمل ولا عدوان في تحتيم العشر فالزيادة على الثماني اختيار والله على ما نقول وكيل فهو الشهيد الموكل بالعدل بين المتعاقدين وكفى بالله وكيل بيّن موسى عليه السلام هذا البيان تمشيا مع استقامة فترته ووضوح شخصيته وتوفيت أنبواجب المتعاقدين في الدقة والوضوح والبيان وهو ينوي أن يوفي بأفضل الأجلين كما فعل فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قضى أكثرهما وأطيعهما وهكذا طمأنب موسى عليه السلام المقام في بيت حميه وقد أمن من فرعون وكيده ولحكمة مقدرة في علم الله كان هذا الذي كان فلندع الآن هذه الحلقة أمضي في طريقها حتى تنقضي فقد سكت السياق فيها عند هذا الحد وأزدل السطار أما عن سير الأحداث بعد مرور فترة التعاقد فهذا هو موضوع الحلقة التالية إلى أن ألقاكم لكم خالص تحياتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع وماذا بعد مع الحلقة الخامسة من قصة نبي الله موسى مع فرعون في يضوء صورة القصص تابعونا ولا تنسوا الاشتراك في القناة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أولا رحلة موسى عائدا من مدين إلى مصر وتنضي السنوات العشر التي تعاقد عليها موسى عليه السلام لا يذكر عنها شيء في سياق الصورة ثم تعرض الحلقة الثالثة بعدما قضى موسى الأجل وصار بأهله عائدا من مدين إلى مصر يسلك إليها الطريق الذي سلكه منذ عشر سنوات وحيدا طريضا ولكن جو العودة غير جو الرحلة الأولى إنه عائد ليتلقى في الطريق ما لم يخطر له على بال ليناديه ربه ويكلمه ويكلفه النهوض بالمهمة التي من أجلها وقاه ورعاه وعلمه ورباه مهمة الرسالة إلى فرعون وملئه ليطلق له بني إسرائيل ليعبدون ربهم لا يشركون به أحدا ويرثون الأرض التي وعدهم ليمكن لهم فيها ثم ليكون لفرعون أهامان وجنودهما عدوا وحزنا ولتكون نهايتهم على يديه كما وعد الله حقا فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطول نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخور أو جواء من النار لعلكم تسترون فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن القعصات فلما رآها تهتزك أنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضو ذك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون ثانيا تدبير الله عز وجل لموسى عليه السلام وقبل أن نستعرض هذين المشهدين في هذه الحلقة نقف قليلا أمام تدبير الله لموسى عليه السلام في هذه السنوات العشر وفي هذه الرحلة ذهابا وجيئة في هذا الطريق لقد نقلت يد القدرة موسى عليه السلام خطوة خطوة منذ أن كان رضيعا في المهدي حتى هذه الحلقة ألقت به في اليم ليلتقته آل فرعون وألقت عليه المحبة في قلب امرأته لينشأ فيه كنف عدوه ودخلت به المدينة على حين غفلة من أهلها ليقتل منهم نفسا وأرسلت إليه بالرجل المؤمن من آل فرعون ليحذره وينصحه بالخروج منها وصرحبته في الطريق الصحراوي من مصر إلى مدين وهو وحيد مطارد على غير زاد ولا استعداد وجمعته بالشيخ الكبير ليأجره هذه السنوات العشر ثم ليعود بعدها فيتلقى التكليف هذا خط طويل من الرعاية والتوجيه ومن التلقي والتجريب قبل النداء وقبل التكليف تجربة الرعاية والحب والتدليل وتجربة الاندفاع تحت ضغط الغيز الحبيث وتجربة الندم والتحرج والاستغفار وتجربة الخوف والمقارضة والفزع وتجربة الغربة والوحدة والجوع وتجربة الخدمة ورعي الغنم بعد حياة القصور وما يتخلل هذه التجارب الضخمة من شتى التجارب الصغيرة والمشاعر المتباينة والخوالج والخوائر والإدراك والمعرفة إلى جانب ما آتاه الله حين بلغ شده من العلم والحكمة إن الرسالة تكليف ضخم شاق متعدد الجوانب والتبعات يحتاج صاحبه إلى زاد ضخم من التجارب والإدراك والمعرفة والتغوق في واقع الحياة العملي إلى جانب هبة الله اللدنية ووحيه وتوجيهه للقلب والضمير ثالثاً لماذا عني القرآن الكريم بقصة موسى عليه السلام رسالة موسى بالذات قد تكون أضخم تكليف تلقاه بشر عدى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عدى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مرسل إلى فرعون الطاغيح المتجبر أعتى ملوك الأرض في زمانه وأقدمهم عرشاً وأثبتهم ملكاً وأعرقهم حضارة وأشدهم تعبداً للخلق واستعلاء في الأرض وهو مرسل لاستنقاذ قوم قد شربوا من كؤوس الظل حتى استمرأوا مذاقه فمرضوا عليه واستكانوا دهراً طويلة وذل يفسد الفطرة البشرية حتى تأساً وتتعفاً ويذهب بما فيها من الخير والجمال والتطلع ومن الإشمئزاز من العفن والنتن والريكس والدنس فاستنقال قوم كهؤلاء عمل شاق عسير وهو مرسل إلى قوم لهم عقيدة قديمة انحرفوا عنها وفسدت صورتها في قلوبهم فلا هي قلوب خامة تتقبل العقيدة الجديدة ببراءة وسلامة ولا هي باقية على عقيدتها القديمة ومعالجة مثل هذه القلوب شاقة عسيرة والالتواءات فيها والرواسب والانحرافات يزيد المهمة مشقة وعسراً وهو في اختصار مرسل لإعادة بناء أمة بل لإنشائها من الأساس فلأول مرة يصبح بني إسرائيل شعباً مستقلاً له حياة خاصة تحكمها رسالة وإنشاء الأمم عمل ضخم شاق عسير ولعله لهذا المعنى كانت عناية القرآن الكريم بهذه القصة فهي نموذج كامل لبناء أمة على أساس دعوة وما يعترض هذا العمل من عقبات خارجية وداخلية وما يعتبره من انحرافات وانطباعات وتجارب عراقيل فأما تجربة السنوات العشر فقد جاءت لتفصل بين حياة القصور التي نشأ فيها موسى عليه السلام وحياة الجهد الشاق في الدعوة وتكاليفها العسيرة رابعاً الحكمة من خروج موسى من قصر فرعون إن لحياة القصور جواً خاصاً وتقاليد خاصة وظلالة خاصة تلقيها على النفس وتطبعها بها مهما تكن هذه النفس من المعرفة والإدراك والشفافية والرسالة معاناة لجماهير من الناس فيهم الغني والفقير والواجد والمحروم فيهم النظيف والوسخ والمهذب والخشن وفيهم الطيب والخبيث والخير والشرير وفيهم القوي والضعيف والصابر والجزوع وفيهم وفيهم وللفقراء عادات خاصة في أكلهم وشربهم ولبسهم ومشيهم وطريقة فهمهم للأمور وطريقة تصورهم للحياة وطريقة حديثهم وحركتهم وطريقة تعبيرهم عن مشاعرهم وهذه العادات تثقل على نفوس المنعمين ومشاعر الذين تأربوا في القصور ولا يكادون يطيقون رؤيتها فضلا على معاناتها وعلاجها مهما تكون قلوب هؤلاء الفقراء عامرة بالخير مستعدة للصلاح لأن مظهرهم وطريقة عاداتهم لا تفسح لهم في قلوب أهل القصور وللرسالة تكاليفها من المشقة والتجرد والشوف أحيانا وقلوب أهل القصور مهما تكون مستعدة للضحية بما اعتدته من الخض والدعاء والمتعة لا تصبر طويلا على الخشونة والحرمان والمشقة عند معاناتها في واقع الحياة فشاءت القدرة التي أنقل موسى عليه السلام أن تخفض مما اعتدته نفسه من تلك الحياة وأن تذج به في مجتمع الرعاة وأن تجعله يستشعر النعمة في أن يكون راعي غنم يجد القوت والمأوى بعد الخوف والمطاردة والمشقة والجوع وأن ينزع من حسه روح الإشمئزاز من الفقراء والفقر وروح التأفف من عاداتهم وأخلاقهم وخشونتهم وثلاجتهم وروح الاستعلاء على جهلهم وفقرهم ورفاثة هيئتهم ومجموعة عاداتهم وتقاليدهم وأن تلقي به في خضم الحياة كبيرا بعدما ألقت به في خضم الأمواج صغيرا ليمرن على تكاليف دعوته قبل أن يتلقاها فلما أن استكملت نفس موسى عليه السلام تجاربها وأكملت ميراناتها وذربتها بهذه التجربة الأخيرة في دار الغربة قادت يد القدرة خطاه مرة أخرى عائدة به إلى مهبط رأسه ومقر أهله وقومه ومجال رسالته وعمله سالك به الطريق التي سلكها أول مرة وحيدا طريدا خائفا يتلفت فما هذه الجيئة والذهوب في ذات الطريق إنها التدريب والميرانة والخبرة حتى بشعاب الطريق الطريق الذي سيقود فيه موسى قطر قومه بأمر أربه كي يستكمل صفات الرائد وخبرته حتى لا يعتمد على غيره ولو في ريادة الطريق فقومه كانوا في حاجة إلى رائد يقودهم في الصغيرة والكبيرة بعد أن أفسدهم الذل والقصوى والتسخير حتى فقدوا القدرة على التدبير والتفكير وهكذا ندرك كيف صنع موسى على عين الله وكيف أعدته القدرة لتلقي التكليف فلنتبع قطة موسى تنقلها يد القدرة الكبرى في طريقه إلى هذا التكليف بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي الجميع التكليف الإلهي لموسى بالرسالة في ضوء صورة القصص الحلقة السادسة في هذه الحلقة النداء الإلهي لموسى بالوادي المقدس ووقع المفاجأة على موسى المعجزات المؤيدة له الإحساس النفسي لموسى عليه السلام عند تكليفه بالرسالة وكيف تلقى التطمين من رب العالمين إن كنت مهتما بقصص الأنبياء في ضوء القرآن الكريم فلا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك وشير حتى ينتشر العلم ويعم الخير ويصلك منا كل جديد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أولا النداء الإلهي لموسى عليه السلام بالوادي المقدس طوى فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تسطلون ترى أي خابر راود موسى فعاد به إلى مصر بعد انقضاء الأجل وقد خرج منها خائفا يترقب وأنساه الخطر الذي ينتظره بها وقد قتل فيها نفسا وهناك فرعون الذي كان يتآمر مع الملأ من قومه ليطلوه إنها اليد التي تنقل خطا كلها لعلها قادته هذه المرة بالميل الفطري إلى الأهل والعشيرة وإلى الوطن والبيئة وأنسته الخطر الذي خرج هاربا منه وحيدا طريضا ليؤدي المهمة التي خلق لها ورعيا من اللحظة الأولى على أي تحال ها هو ذا عائد في طريقه ومعه أهله والوقت ليل والجوء ظلمه وقد ظل الطريق والليلة شاتية كما يبدو من أنسه بالنار التي شاهدها ليأتي منها بخبر أو جذوة هذا هو المشهد الأول في هذه الحلقة فأما المشهد الثاني فهو المفاجأة الكبرى فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة فها هو ذا يقصد إلى النار التي آنسها وها هو ذا في شاطئ الوادي إلى جوار جبل الأطور الوادي إلى يمينه في البقعة المباركة المباركة منذ هذه اللحظة ثم هذا هو الكون كله تتجاوب جنباته بالنداء العلوي الآتي لموسى من الشجرة ولعلها كانت الوحيدة في هذا المكان أيا موسى إني أنا الله رب العالمين وتلقى موسى النداء المباشر تلقاه وحيدا في ذلك الوادي العميق في ذلك الليل السقين تلقاه يتجاوب به الكون من حوله وتمتلئ به السماوات والأرضون تلقاه لا ندري كيف وبأي تجارحة وعن أي طريق تلقاه ملء الكون من حوله وملء كيانه كله تلقاه وأطاق تلقيه لأنه صنع على عين الله حتى تهيأ لهذه اللحظة الكورة وسجل ضمير وجود ذلك النداء العلوي وبوركت البقعة التي تجلى عليها ذو الجلال وتميز الوادي الذي يقرم بهذا التجلي وقف موسى في أكرم موقف يلقاه إنسان واستطرد النداء العلوي يلقي إلى عبده التكليف وأن ألقي عصاكا وألقى موسى عصاه إطاعا لأمر مولاه ولكن ماذا؟ إنها لم تعد عصاها التي صاحبها طويلا والتي يعرفها معرفة اليقين إنها حية تدب في سرعة وتتحرك في خفة وتتلوى كصغار الحيات وهي حية كبرى فلما رأاها تهز كأنها جان ولا مضبرا ولم يعقب ثانيا كيف كان وقع المفاجأة على موسى عليه السلام إنها المفاجأة التي لم يستعد لها مع الطبيعة الإنفعالية التي تأخذها الوهل الأولى ولا مضبرا ولم يعقب ولم يفكر في العودة إليها ليتبين ماذا بها وليتأمل هذه العجيبة الضخمة وهذه هي سمة الإنفعاليين البارزة تتجلى في موعدها ثم يستمع إلى ربه الأعلى يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين إن الخوف والأمن يتعاقبان سريعا على هذه النفس ويتعاورانها في مراحل حياتها جميعا إنه جوء هذه الحياة من بدئها إلى نهايتها وإن هذا الإنفعال الدائم المقصود في تلك النفس مقدر في هذه الحياة لأنه الصفحة المقابلة لتبلد بني إسرائيل ومرودهم على الاستكانة ذلك الأمد الطويل وهو تدبير القدرة وتفضيرها العميق الدقيق أقبل ولا تخف إنك من الآمنين وكيف لا يأمن من تنقل يد القدرة خطاه ومن ترعاه عين الله أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وأطاع موسى الأمر وأتقل يده في فتحة ثوبه عند صدره ثم أخرجها فإذا هي المفاجأة الثانية في اللحظة الواحدة إنها بيضاء لامعة مشعة من غير مرض وقد عهدها أدماء أضرب إلى السمرة إنها إشارة إلى إشراق الحق ووضوح الآية ونصاعة الدليل ثالثا الحالة النفسية لموسى والمعجزات الإلهية المؤيدة له أدركت موسى طبيعته فإذا هو يرتجف من رهبة الموقف وخوارقه المتتابعة ومرة أخرى تدركه الرعاية الحانية بتوجيه يرده إلى السكينة ذلك أن يضم يده على قلبه فتنخفض من دقاته وتطامن من خفقاته واضم إليك جناحك من الرهب وكأنما يده جناح يخبضه على صدره كما يطمئن الطائر فيطبق جناحه والرفرفة أشبه بالخفقان والقبض أشبه بالإطمئنان والتعبير القرآني يرسم هذه الصورة على طريقة القرآن الكريم والآن وقد تلقى موسى ما تلقى وقد شاهد كذلك ما شاهد وقد رأى الآيتين الخارقتين وقد ارتجف لهما ثم اطمئن الآن يعرف ما وراء الآيات والآن يتلقى التكليف الذي كان يعد من طفولته الباكرة ليتلقاه فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين وإذن فهي الرسالة إلى فرعون وملئه وإذن فهو الوعد الذي تلقته أم موسى وهو الطفل الرضيع إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين الوعد اليقين الذي انقضت عليه السنون وعد الله لا يخلف الله وعده وهو أصدق القائلين رابعا ماذا كان إحساس نبي الله موسى عندما كلف بالرسالة هنا يتذكر موسى أنه قتل منهم نفسا وأنه خرج من بينهم طريضا وأنهم تآمروا على قتله فهرب منهم بعيدا وهو في حضرة ربه وربه يكرمه بلقائه ويكرمه بنجائه ويكرمه بآياته ويكرمه برعايته فما له لا يحتاط لدعوته خيفة أن يقل فتنقطع رسالته قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون يقولها لا ليعتذر ولا ليتقاعص ولا لينقص ولكن ليحتاط للدعوة ويطمئنه إلى مضيها في طريقها لو لقى ما يخاف وهو الحرص اللائق بموسى القوي الأمين وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون إن هارون أفصح لسانا فهو أقدر على المنافحة عن الدعوة وهو رده له معين يقوي دعواه ويخلفه إن قتلوه خامسا كيف تلقى موسى الاستجابة والتطمين من رب العالمين وهنا يتلقى موسى الاستجابة والتطمين قال سنشد عضوك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما في آياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون لقد استجاب ربه رجاءه وشد عضوه بأخيه وزاده على ما رجاه البشارة والتطمين ونجعل لكما سلطانا فهما لن يذهب مجردين إلى فرعون الجبار إنما يذهبان إليه مزودين بسلطان لا يقف له في الأرض سلطان ولا تنالهما معه كف طاغية ولا جبار فلا يصلون إليكما وحولكما من سلطان الله سياج ولكما منه حصن وملاذ ولا تقف الإشارة عند هذا الحد ولكنها الغلبة للحق الغلبة لآيات الله التي يجبهان بها الطغاة فإذا هي وحدها السلاح والقوة وأداة النصر والغلبة بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فالقدرة تتجلى سافرة على مصرح الحوادث وتؤدي دورها مكشوفا بلا ستار من قوى الأرض تكون الغلبة بغير الأسباب التي تعارف عليها الناس في دنيا الناس وليقوم في النفوس ميزان جديد للقوى والقيم إيمان وثقة بالله وما بعد ذلك فهو على الله سبحانه وتعالى سادسا المواجهة الكبرى مع فرعون وينتهي هذا المشهد الرائع الجليل ويقوى الزمان ويقوى المكان فإذا موسى وهارون في مواجهة فرعون بآيات الله البينات وإذا الحوار بين الهدى والضلال وإذا النهاية الحاسمة في هذه الدنيا بالغرب وفي الحياة الأخرى باللعنى في سرعة واختصار فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره جنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه جنوده فربلناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة أن يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المطبوحين إن السياق هنا يعجل بالضرب القاضيح ويختصر حلقة الصحرة التي تذكر في صور أخرى بتفصيل أو إجمال يختصرها ليصل من التكريب مباشرة إلى الإهلاك ثم لا يقف عند الأخذ في الدنيا بل يتابع الرحلة إلى الآخرة وهذا الإسراع في هذه الحلقة مقصود متناسق مع اتجاه القصة في الصورة وهو تدخل يد القدرة بلا ستار من البشر فما إن يواجه موسى فرعون حتى يعجل الله بالعاقبة وتضرب يد القدرة ضربتها الحاسمة بلا تفصيل في المواجهة أو الطويل فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وكأنما هي ذات القولة التي يقولها المشركون لمحمد صلى الله عليه وسلم في مكة يوم ذات ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فهي الممارات في الحق الواضح الذي لا يمكن دفعه الممارات المكرورة حيثما واجه الحق الباطل فأعي الباطل الجواب إنهم يدعون أنه سحر ولا يجدون له حج إلا أنه جديد عليهم لم يسمعوا به في آبائهم الأولين وهم لا يناقشون بحجة ولا يدلون ببرهان إنما يقولون بهذا القول الغامج الذي لا يحق حقا ولا يطل باطلا ولا يدفع دعوة فأما موسى عليه السلام فيحيل الأمر بينه وبينهم إلى الله فما أدلوا بحجة ليناقشها ولا طلبوا دليلا فيعطيهم إنما هم يمارون كما يماري أصحاب الباطل في كل مكان وفي كل زمان فالاختصار أولى والإعراض أكرم وترك الأمر بينه وبينهم إلى الله وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح والمون وهو رد مؤدب مهذب يلمح فيه ولا يصرح وفي لوقت ذاته ناصع واضح مليء بالثقة والطمأنين إلى عاقبة المواجهة بين الحق والباطل فربه أعلم بصدقه وهداه وعاقبة الدار مكفولة لمن جاء بالهدى وظالمون في النهاية لا يفلحون سنة الله التي لا تتبدل وإن بدت ظواهر الأمور أحيانا في غير هذا الاتجاه سنة الله يواجه بها موسى قومه ويواجه بها كل نبي قومه وكان رد فرعون على هذا الأدب وهذه الثقة الدعاء وتطاولا ولعبا ومداورا وتهكما وسخرية وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأغنه من الكاذبين يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري كلمة فاجرة كافرة يتلقاها الملأ بالإقرار والتسليم ويعتمد فيها فرعون على الأساطير التي كانت سائدة في مصر من نسب الملوك للآلهة ثم على القهر الذي لا يدع لرأس أن يفكر ولا للسان أن يعبر وهم يرونه بشر مثلهم يحيا ويموت ولكنه يقول لهم هذه الكلمة فيسمعونها دون اعتراض ولا تعقيب ثم يتظاهر بالجد في معرفة الحقيقة والبحث عن إله موسى وهو يلهو ويسخر فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى في السماء كما يقول وبلهجة التهكم ذاتها يتظاهر بأنه شاك في صدق موسى ولكنه مع هذا الشك يبحث وينقب ليصل إلى الحقيقة وإني لأظنه من الكاذبين وفي هذا الموضع كانت حلقة المباراة مع السحرة وهي محذوفة هنا للتعجيل بالنهاية واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فلما توهموا عدم الرجعة إلى الله استكبروا في الأرض بغير الحق وكذبوا بالآيات والنور التي جاء ذكرها في مطلع هذه الحلقة ووردت بالتفصيل في صور أخرى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم هكذا في اختصار حاسم أخذ شديد ونبذ في اليم نبذ كما تحرف الحصات أو كما يرمى بالحجر أليم الذي ألقي في مثله موسى الطفل الرضيع فكان مأمنا وملجأا وهو ذاته الذي ينبذ فيه فرعون الجبار وجنوده فإذا هو مخافة ومهلكة فالأمن إنما يكون في جناب الله والمخافة إنما تكون في البعد عن ذلك الجناب فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فهي عاقبة مشهودة معروضة للعالمين وفيها عبرة للمعتبرين ونذير للمكذبين وفيها يد القدرة تعصف بالطغاه والمتجبرين في مثل لمح البصر وفي أقل من نصف سطر وفي لمحة أخرى يقتاز الحياة الدنيا ويقف بفرعون وجنوده في مشهد عجيب يدعون إلى النار ويقودون إليها الأدباع والأنصار وجعلناهم أئمة أن يدعون إلى النار فيا بئساها دعوة ويا بئساها إمامة ويوم القيامة إلى ينصرون فهي الهزيمة في الدنيا وهي الهزيمة في الآخرة جزاء البغي والاستطالة وليست الهزيمة وحدها إنما هي اللعنة في هذه الأرض والتقبيح في يوم القيامة وأدبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولفظة المقبوحين ترسم بذاتها صورة القبح والفضيحة والتشنيع وجوء التقزز والإشمئزاز ذلك في مقابل الاستعلاء والاستكبار في الأرض وفتنة الناس بالمظهر والجاه والتقول على الله وعلى عباد الله سابعا الخروج الآمن لبني إسرائيل من نصر يعبر السياق هنا مرحلة الخروج ببني إسرائيل من نصر وما حدث خلالها من أحداث ليعجل بعرض نصيب موسى بعد عرض نصيب فرعون ولقد آتينا موسى الكتابة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون هذا نصيب موسى وهو نصيب عظيم وهذه عاقبة موسى وهي عاقبة كريمة كتاب من الله يبصر الناس كأنه بصائرهم التي بها يهتدون وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون يتذكرون كيف تتدخل يد القدرة بين الطغاة والمستضعفين فتختم للطغاة بالهلاك والتدمير وتختم للمظلومين بالخير والتمكين وهكذا تنتهي قصة موسى وفرعون في هذه الصورة شاهدة بأن الأمن لا يكون إلا في جانب الله وأن المخافة لا تكون إلا في البعد عن الله ذلك إلى تدخل يد القدرة السافرة متحدية للطغيان والطغاة حين تصبح القوة فتنة يعجز عن صدها الهداة وهي المعاني التي كانت الجماعة المسلمة الصغيرة المستضعفة في مكة في حاجة إلى الإطمئنان إليها وكان المشركون والمستكبرون في حاجة إلى تدبرها وهي المعاني المتجددة الدائمة حيثما كانت دعوة إلى الهدى وحيثما كان طغيان يقف في وجه الهدى وهكذا يجيء القصص في القرآن مادة تربية للنفوس وتقرير لحقائق وسنن في الوجود لعلهم يتذكرون لا تنسوا الاعجابة للمشاهدة والاشتراك في القناة موسى وفرعون صورة مكررة على مدار الزمان كأوضح مثال للخير والشر والعدل والطغيان الخير والعدل في موسى نبي الرحمن والشر والطغيان في فرعون في كل زمان ومكان صورة متكررة لدعوة الحق والباطل منذ خلق الله السماوات والأرض إلى يوم الدين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع فرعون الجبار وموسى النبي وبني إسرائيل ثلاثي القصة القرآنية أتناول بالشرح والتفصيل تفسير الآيات من 1 إلى 51 في صورة القصص وهي مكية تابعون ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب مصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عدنا إلى حضراتكم جاء في تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي من صورة القصص بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إلى آخر القصة تلك الآيات المستحقة للتعظيم والتفخيم آيات الكتاب المبين لكل أمر يحتاج إليه العباد من معرفة ربهم ومعرفة حقوقه ومعرفة أولياءه وأعداءه ومعرفة وقائعه وأيامه ومعرفة ثواب الأعمال وجزاء العمال فهذا القرآن قد بيانها غاية التبيين وجلاها للعباد ووضحها من جملة ما أبان قصة موسى وفرعون فإنه أبداها وأعادها في عدة مواضع وبسطها في هذا الموضع فقال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق فإن نبأهما غريب وخبرهما عجيب لقوم يؤمنون فإليهم يساق الخطاب ويوجه الكلام حيث إن معهم من الإيمان ما يقبلون به على تدبر ذلك وتلقيه بالقبول والاهتداء بمواقع العبر ويزدادون إيمانا ويقينا وخيرا إلى خيرهم وأما من عداهم فلا يستفيدون منه إلا إقامة الحج عليهم وصانه الله عنهم وجعل بينهم وبينه حجابا أن يفقهوه فأول هذه القصة إن فرعون على في الأرض في ملكه وسلطانه وجنوده وجبروته فصار من أهل العلو فيها لا من الأعلين فيها وجعل أهلها شيعة أي طائف متفرقة يتصرف فيهم بشهوته وينفذ فيهم ما أراد من قهره وسطته يستضعف طائفة منهم وتلك الطائفة هم بنوا إسرائيل الذين فضلهم الله على العالمين الذين له أن يكرمهم ويقلهم ولكنه استضعفهم بحيث أنه رأى أنهم لا منعت لهم تمنعهم مما أراده فيهم فصار لا يبالي بهم ولا يهتم بشأنهم وبلغت به الحال إلى أنه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم خوفا من أن يكثروا فيغمروه في بلاده ويصير لهم الملك إنه كان من المفسدين الذين لا قصد لهم في إصلاح الدين ولا إصلاح الدنيا وهذا من إفساده في الأرض ونريد أن نمن على الذين استضعه في الأرض بأن نزيل عنهم مواد الاستضعاف ونهلك من قاومهم ونخذل من نواهم ونجعلهم أئمة في الدين وذلك لا يحصل مع الاستضعاف بل لابد من تنكين في الأرض وقدرة تامة ونجعلهم الوارثين للأرض الذين لهم العاقبة في الدنيا قبل الآخرة ونمكن لهم في الأرض فهذه الأمور كلها قد تعلقت بها إرادة الله عز وجل وجرت بها مشيئته وكذلك نريد أن نري فرعون وهامان وزيره وجنودهما التي بها صالوا وجالوا وعلوا وبغوا منهم أي من هذه الطائفة المستضعفة ما كانوا يحضرون من إخراجهم من ديارهم ولذلك كانوا يسعون في قمعهم وكسر شوكتهم وتقطيل أبناءهم الذين هم محل ذلك فكل هذا قد أراده الله وإذا أراد أمرا سهل أسبابه ونهج أبرقه فإنه قدر وأجر من الأسباب التي لم يشعر بها لا أولياؤه ولا أعداؤه ما هو سبب موصل إلى هذا المقصود فأول ذلك لما أوجد الله رسوله موسى الذي جعل استنقاض هذا الشعب الإسرائيلي على يديه وبسببه وكان في وقت تلك المخافة العظيمة التي يذبحون بها الأبناء أوحى إلى أمه أن ترضعه ويمكث عندها فإذا خفت عليه بأن أحسست أحدا تخافين عليه منه أن يوصله إليهم فألقيه في اليم أي نيل مصر في وسط تابوت معلق ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فبشرها بأنه سيرده عليها وأنه سيببر ويسلم من كيدهم ويجعله الله رسوله وهذا من أعظم البشائر الجليلة وتقديم هذه البشائر لأم موسى ليطمئن قلبها ويسكن روعها فإنها خافت عليه وفعلت ما أمرت به ألقته في اليم فساقه الله تعالى حتى التقطه آل خرعون فصار من لقطهم وهم الذين باشروا أجدانه ليكون لهم عدوا وحزنا أي لتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط أن يكون عدوا لهم وحزنا يحزنهم بسبب أن الحضر لا ينفع من القدر وأن الذي خافوا منه من بني إسرائيل قيض الله أن يكون زعيمهم يتربى تحت أيديهم وعلى نظرهم وبكفالتهم وعند التدبر والتأمل تجد في طي ذلك من المصالح لبني إسرائيل ودفع كثير من الأمور الفادحة بهم ومنع كثير من التعديات قبل رسالته بحيث أنه صار من كبار المملكة وبالطبع أنه لا بد أن يحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه هذا وهو ذو الهمة العالية والغيرة المتوقدة ولهذا وصلت الحال بذلك الشعب المستضعف الذي بلغ بهم الظل والإهانة إلى ما قص الله علينا بعضه أنصار بعض أفراده ينازع ذلك الشعب القاهر العالي في الأرض كما سيأتي بيانه وهذا مقدمه لغور فإن الله تعالى من سنته الجارية أن جعل الأمور تمشي على التدريج شيئا فشيئا ولا تأتي دفعة واحدة وقوله إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين أي فأردنا أن نعاقبهم على خطائهم ونكيدهم جزاء على مكرهم وكيدهم فلما التقطه آل فرعون حنم الله عليهم رأت فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة آسية بنت مزاحم وقالت هذا الولد قرت أعين لي ولك لا تبطلوه أي أبقه لنا ليقر به أعيننا ونستر به في حياتنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أي لا يخلو إما أن يكون بمنزلة الخدم الذين يسعون في نفعنا وخدمتنا أو نرقيه منزلة أعلى من ذلك نجعله ولدا لنا ونكرمه ونجله فقدر الله تعالى أنه نفع امرأة فرعون التي قالت تلك المقالة فإنه لما صار قرة أعين لها وأحبته حبا شديدا فلم يزل لها بمنزلة الولد الشفيق حتى كبر ونبأه الله وأرسله فبادرت إلى الإسلام والإيمان به رضي الله عنها وأرضاها قال الله تعالى عن هذه المراجعات والمقاولات في شأن موسى وهم لا يشعرون ما جرى به القلم ومضى به القدر من وصوله إلى ما وصل إليه وهذا من لطفه تعالى فإنهم لو شعروا لكان لهم وله شأن آخر ولما فقدت موسى أمه حزنت حزنا شديدا وأصبح فؤادها فارغا من القلق الذي أزعجها على مقتضى الحالة البشرية مع أن الله تعالى نهاها عن الحزن والخوف ووعدها برده إن كادت لتبدي به أي بما في قلبها لولا أربطنا على قلبها فثبتناها فصبرت ولم تبدي به لتكون بذلك الصبر والثبات من المؤمنين فإن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر وثبتا ازداد بذلك إيمانه ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه وقالت أم موسى لأخته قصيه أي اذهبي فقصي الأثر عن أخيك ومحثي عنه من غير أن يحس بك أحد أو يشعر بمقصودك فذهبت قصه فوصلت به عن جنب وهم لا يشعرون أي أفسرته على وجه كأنها أمارة لا قصد لها فيها وهذا من تمام الحزن والحذر فإنها لو أفسرته وجاءت إليهم قاصدة لظنوا بها أنها هي التي ألقته فربما عزموا على ذبحه عقوبة لأهله ومن لطف الله بموسى وأمه أن منعه من قبول ثدي امرأة فأخرجوه إلى السوق رحمة به ولعل أحدا يطلبه فجاءت أخته وهو بتلك الحال فقالت هل أدلكم على أهل بيت إن يكفلونه لكم وهم له ناصحون وهذا قل غرضهم فإنهم أحبوه حبا شديدا وقد منعه الله من المراضع فخافوا أن يموت فلما قالت لهم أخته تلك المقالة المجتملة على الترغيف في أهل هذا البيت بتمام حوظه وكفالته والنصح له باغروا إلى إجابتها فأعلمتهم ودلتهم على أهل هذا البيت فرددناه إلى أمه كما وعدناها بذلك كي تقر عينها ولا تحزن بحيث إنه رب عندها على وجه تكون فيه آمنة مطمئنة تفرح به وتأخذ الأجره الكثير على ذلك ولتعلم أن وعد الله حق أريناها بعض ما وعدناها به عيانا ليطمئن بذلك قلبها ويزداد إيمانها ولتعلم أنه سيحصل وعد الله في حفظه ورسالته ولكن أكثرهم لا يعلمون فإذا رأوا السبب متشوشا شوش ذلك إيمانهم لعدم علمهم الكامل أن الله تعالى يجعل المحن الشاقة والعقبات الشاقة بين يدي الأمور العالية والمطالب الفاضلة فاستمر موسى عليه الصلاة والسلام عند آل فرعون يتأربى في سلطانهم ويركب مراكبهم ويلبس ملابسهم وأمه بذلك مطمئنة قد استقر أنها أمه من الرضاع ولم يستنكر ملازمته إياها وحنوها عليه وتأمل هذا اللطف وصيانت نبيه موسى من الكذف في منطقه وتيسير الأمر الذي صار به التعليق بينه وبينها الذي بان للناس أنه هو الرضاع الذي بسببه يسميها أما فكان الكلام الكثير منه من غيره في ذلك كله صدقا وحقا ولما بلغ أشده من القوة والعقل واللب وذلك نحو أربعين سنة في الغالب واستوى كملت فيه تلك الأمور آتيناه حكما وعلما أي حكما يعرف به الأحكام الشرعية ويحكم به بين الناس وعلما كثيرا وكذلك نجزي المحسنين في عبادة الله المحسنين لخلق الله نعطيهم علما وحكما بحسب إحسانهم ودل هذا على كمال إحسان موسى عليه السلام ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها إما وقت القائلة أو غير ذلك من الأوقات التي بها يغفلون عن الانتشار فوجد فيها رجلين يقدتلان أي يتخاصمان ويتضاربان هذا من شيعته أي من بني إسرائيل وهذا من عدوه القط فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه لأنه قد اشتهر وعلم الناس أنه من بني إسرائيل واستغاثته لموسى دليل على أنه بلغ موسى عليه السلام مبلغا يخاف منه ويرجى من بيت المملكة والسلطان فوكزه موسى أي وكز الذي من عدوه استجابة لاستغاثة الإسرائيلي فقضى عليه أي أماته من تلك الوجزة لشدتها وقوة موسى فندم موسى عليه السلام على ما جرى منه وقال هذا من عمل الشيطان أي من تزيينه واسوسته إنه عدو مضل قبين فلذلك أجريت ما أجريت بسبب عداوته البينة وحرصه على الإضلال ثم استغفر ربه فقال رب إني رمض نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم خصوصا للمخبتين المبادرين للإنابة والتوبة كما جرى من موسى عليه السلام وقال موسى رب بما أنعمت علي بالتوبة والمغفرة والنعم الكثيرة فلن أكون ظهيرا أي معينا ومساعدا للمجرمين أي لا أعين أحدا على معصية وهذا وعد من موسى عليه السلام بسبب منة الله عليه أن لا يعين مجرما كما فعل في قتل القطي وهذا يفيد أن النعم تقتضي من العبد فعل الخير وترك الشر فلما جرى منه القط الذي هو من عدوه أصبح في المدينة خائفا يترقب هل يشعر به آل فرعون أم لا وإنما خاف لأنه قد علم أنه لا يتجرأ أحد على مثل هذه الحال سوى موسى من بني إسرائيل فبينما هو على تلك الحال فإذا الذي أنصره بالأمس على عدوه يستصرخه على قطين آخر قال له موسى موبخا له على حاله إنك الغوي المبين أي بيّن الغواية ظاهر الجراءة فلما أراد أن يبطش موسى بالذي هو عدو لهما أي له وللمخاصم المستصرخ أي لم يزل اللجاك بين القطي والإسرائيلي وهو يستغيث بموسى فأخذته الحمية حتى هم أن يبطش بالقطي قال له القطي زاجرا له عن قتله ثم أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين لأن من أعظم أثار الجبار في الأرض قتل النفس بغير حق وما تريد أن تكون من المصلحين وإلا فلو أردت الإصلاح لحلت بيني وبينه من غير قتل أحد فانكف موسى عن قتله وارعوى لوعظه وزجره وشاع الخبر بما جرى من موسى في هاتين القضيتين حتى يتراود ملأ فرعون وفرعون على قتله وتشاوروا على ذلك وقيد الله ذلك الرجل الناصح وبادرهم إلى الإخبار لموسى بما اتمع عليه رأي ملئهم فقال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أي رقداً على قدميه من نصحه لموسى وخوفاً أن يوقعوا به قبل أن يشعر فقال يا موسى إن الملأ يأتمرون أي يتشاورون فيك ليقتلوك فاخرج عن المدينة إني لك من الناصحين فامتسل نصحه فخرج منها خائف أن يترقب أن يوقع به القتل ودعا الله وقال رب نجني من القوم الظالمين فأنه قد تاب من ذنبه وفعله غصباً من غير قصد منه للقتل فتوعدهم له ظلم منهم وجرأه ولما توجه تلقاء مدين أي قاصداً بوجهه مدين وهو جنوبي فلسطين حيث لا ملك لفرعون قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل أي وسط الطريق المختصر الموصل إليها بسهولة ورفق فهداه الله سواء السبيل فوصل إلى مدين ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون مواشيهم وكانوا أهل ماشية كثيرة ووجد من دونهم أي من دون تلك الأمة امرأتين تدودان غنمهما عن حياض الناس لعجزهما عن مزاحمة الرجال وبقلهم وعدم مرؤتهم عن السقي لهما قال لهما موسى ما خبكما أي ما شأنكما بهذه الحالة قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء أي قد جرت العادة أنه لا يحصل لنا سقي حتى يصدر الرعاء مواشيهم فإذا خلنا نلجو سقينا وأبونا شيخ كبير أي لا قوة له على السقي فليس فينا قوة نقدر بها ولا لنا رجال يزاحمون الرعاء فرق لهما موسى عليه السلام ورحمهما فسقى لهما غير طالب منهما الأجرى ولا له قصد غير وجه الله تعالى فلما سقى لهما وكان ذلك وقت شدة حر وسط النهار بدليل قول العز وجل ثم تولى إلى ظل مستريحا لذلك أولال بعد التعب فقال في تلك الحالة مسترزقا ربه رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أي إني مفتقر للخير الذي تسوقه إلي وتيسره لي وهذا سؤال منه بحاله والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال فلم يزل في هذه الحالة داعيا ربه متملقا وأما المرأتان فذهبت إلى أبيهما وأخبرتاه بما جرى فأرسل أبوهما إحداهما إلى موسى فجاءته تمشي على استحياء وهذا يدل على كرم عنصرها وخلقها الحسن فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة وخصوصا في النساء ويدل على أن موسى عليه السلام لم يكن فيما فعله من السقئ لهما بمنزلة الأجير والخادم الذي لا يستحي منه عادة وإنما هو عزيز النفس رأت من حسن خلقه ومكارم أخلاقه ما أوجب لها الحياء منه فقالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا أي لا ليمن عليك بل أنت الذي ابتدأتنا بالإحسان وإنما قصده أن يكافئك على إحسانك فأجابها موسى فلما جاءه وقص عليه القصص من ابتداء السبب الموج بالهربي إلى أن وصل إليه قال قال له مسكنا روعه جابرا قلبه لا تخف نجوت من القوم الظالمين أي ليذهب خوفك وروعك فإن الله نجاك منهم حيث وصلت إلى هذا المحل الذي ليس لهم عليه سلطان قالت إحداهما أي إحدى ابنتيه يا أبا تستأجره أي اجعله أجيرا عندك يرعى الغنم ويسقيها إن خير من استأجرت القوي الأمين أي إن موسى أولى من استأجر فإنه جمع القوة والأمانة وخير أجير استأجر من جمعهما أي القوة والقدرة على ما استأجر عليه والأمانة فيه بعدم الخيانة وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملا بإيجارة أو غيرها فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو بفقد إحداهما وأما اجتماعهما فإن العمل يتم ويكمل وإنما قال ذلك لأنها شاهدت من قوة موسى عند السق لهما ونشطه ما عرفت به قوته وشاهدت من أمانته وديانته وأنه رحمهما في حالة لا يرجى نفعهما وإنما قصده وبذلك وجه الله تعالى قال صاحب مدين لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتيها تين على أن تأبرني أي تصير أجيرا عندي ثماني حجج أي ثماني سنين فإن أتممت عشرا فمن عندك تبرع منك لا شيء واجب عليك وما أريد أن أشق عليك فأحتم عشر السنين أو ما أريد أن أستأجرك لأكلفك أعمالا شاقا وإنما أستأجرك لعمل سهل يسير لا مشقة فيه ستجدني إن شاء الله من الصالحين فرغبه في سهولة العمل وفي حسن المعاملة وهذا يدل على أن الرجل الصالح ينبغي له أن يحسن خلقه مهما أمكنه وأن الذي يطلب منه أبلغ من غيره فقال موسى عليه السلام مجيبا له فيما طلب منه ذلك بيني وبينك أي هذا الشرط الذي أنت ذكرت رضيت به وقد تم فيما بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه سواء قضيت الثماني الواجبة أم تبرعت بالزائد عليها والله على ما نقول وكيل حافظا يراقبنا ويعلم ما تعاقدنا عليه وهذا الرجل أبو المرأتين صاحب مدين ليس بشعيب النبي المعروف كما اشتهر عند كثير من الناس فإن هذا قول لم يدل عليه دليل وغايت ما يكون أن شعيبا عليه السلام قد كانت بلده مدين وهذه القضية جرت في مدين فأين الملازمة بين الأمرين وأيضا فإنه غير معلوم أن موسى أدرك زمان شعيب فكيف بشخصه ولو كان ذلك الرجل شعيبا لذكره الله تعالى ولسمته المرأتان أيضا فإن شعيبا عليه الصلاة والسلام قد أهلك الله قومه بتجذيبهم إياه ولم يبق إلا من آمن به وقد أعالى الله المؤمنين أن يرضوا لبنتين نبيهم بمنعهما عن الماء وصد ماشيتهما حتى يأتيهما رجل غريب فيحسن إليهما ويسقي ماشيتهما وما كان شعيبا ليرضى أن يرعى موسى عنده ويكون خادما له وهو أفضل منه وأعلى درجة والله أعلم إلا أن يقال هذا قبل نبوة موسى فلا منافات وعلى كل حال لا يعتمد على أنه شعيب النبي بغير نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى موسى الأجل يحتمل أنه قضى الأجل الواجب أو الزائد عليه كما هو ظن بموسى وغفائه اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته ووطنه وعلم من طول المدة أنهم قد تناسوا ما صدر منه صار بأهله قاصدا مصر آنس أي أغصر من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخار أو جذوة من النار لعلكم تصطرون وكان قد أصابهم البرد وتاه الطريق فلما آتها نوديا يا موسى إني أنا الله رب العالمين فأخبره بألوهيته وربويته ويلدم من ذلك أن يأمره بعبادته وتألهه كما صرح به في الآية الأخرى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأن ألقي عصاك فألقاها فلما رآها تهتز سعى سعيا شديدا ولها صورة مهيلة كأنها جان ذكروا الحياة العظيم ولا مدبرا ولم يعقب أن يرجع لاستيلاء الروع على قلبه فقال الله له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين وهذا أبلغ ما يكون في التأمين وعدم الخوف فإن قوله أقبل يقضي الأمر بإقباله ويجب عليه الامتثال ولكن قد يكون إقباله وهو لم يزل الأمر المخوف فقال ولا تخف أمر له بشيئين إقباله وأن لا يكون في قلبه خوف ولكن يبقى احتمال وهو أنه قد يقبل وهو غير خائف ولكن لا تحصل له الوقاية والأمن من المكروف فقال إنك من الآمنين فحين إذن إن دفع المحظور من جميع الوجوه فأقبل موسى عليه السلام من غير خائف ولا مرعوب بل مطمئنا واثقا بخبر ربه قد ازداد إيمانه وتم يقينه فهذه آية أراد الله إياها قبل أذهابه إلى فرعون ليكون على يقين تام فيكون أجرأ له وأقوى وأصلب ثم أراه الآية الأخرى فقال أسلك يدك أي ادخلها في جيبك تقرق بيضاء من غير سوء فسلكها وأخرجها كما ذكره الله تعالى وضمم إليك جناحك من الرهب أي ضم جناحك وهو عضوضك إلى جنبك يزول عنك الرهب والخوف فذلك انقلاب العصى حية وخروج اليد بيضاء من غير سوء برهانان من ربك أي حجتان قاطعتان من الله إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين فلا يكفيهم مجرد الإنذار وأمر الرسول إياهم بل لابد من الآيات الباهرة إن نفعت فقال موسى عليه السلام معتذرا من ربه وسائلا له المعون على ما حمله وذاكرا له الموانع التي فيه ليزيل ربه ما يحوره منها رب إني قتلت منهم نفسا أي فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا أي معاونا ومساعدا يصدقني فإنه مع تضافر الأفضار يقوى الحق فأجابه الله إلى سؤله فقال سنشد عضوذك بأخيك أي نعاونك به ونقويك ثم أزال عنه محرور القتل فقال ونجعل لكما سلطانا أي تسلطا وتمكنا من الدعوة بالحجة والهيبة الإلهية من عدوهما لهما فلا يصلون إليكما وذلك بسبب آياتنا وما دلت عليه من الحق وما أزعجت به من باشرها ونظر إليها فهي التي بها حصل لكم السلطان واندفع بها عنكم كيد عدوكم وصارت لكم أبلغ من الجنود أولي العدد والعدد أنتما ومن اتبعكم الغالبون وهذا وعد لموسى في ذلك الوقت وهو وحده فريد وقد رجع إلى بلده بعدما كان شريدا فلم تزل الأحوال تتطور والأمور تنتقل حتى أنجز الله له موعوده ومكنه من العباد والبلاد وصار له ولأتباعه الغلبة والظهور فذهب موسى برسالة ربه فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات الدلالة على ما قاله لهم ليس فيها قصور ولا خفاء قالوا على وجه الظلم والعلو والعناد ما هذا إلا سحر مفترى كما قال فرعون في تلك الحالة التي ظهر فيها الحق واستعلى على الباطل واضمحل الباطل وخضع له الرؤساء العارفون حقائق الأمور إنه لكبيركم الذي علمكم السحر هذا وهو ذكي غير الذكي الذي بلغ من المكر والخداع والكيد ما قصه الله علينا وقد علم ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض ولكن الشقاء غالب وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقد كذبوا في ذلك فإن الله أرسل يوسف عليه السلام قبل موسى كما قال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا أهلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يظل الله من هو مصرف كذاب وقال موسى حين زعموا أن الذي جاءهم به سحر وضلال وأن ما هم عليه هو الهدى رب أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار أي إذا لم تفد المقابلة معكم وتبين الآيات البينات وأبيتم إلا التمادي في غيكم واللجاج على كفركم فالله تعالى العالم بالمهتدي وغيره ومن تكون له عاقبة الدار نحن أم أنتم إنه لا يفلح وظالمون فصار عاقبة الدار لموسى وأدعه والفلاح والفوز وصار لأولئك الخسار وسوء العاقبة والهلاك وقال فرعون متجرئا على ربه ومموها على قومه السفهاء خفاء العقول يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير أي أنا وحدي إلهكم ومعبودكم ولو كان ثم إله غير إلا علمته وانظر إلى هذا الورع التام من فرعون حيث لم يقل ما لكم من إله غير بل تورع وقال وما علمت لكم من إله غير وهذا لأنه عندهم العالم الفاضل الذي مهما قال فهو الحق ومهما أمر أطاعوه فلما قال هذه المقالة التي قد تحتمل أن ثم إلها غيره أراد أن يحقق النفي الذي جعل فيه ذلك الإحتمال فقال لهمان فأوقد لي هامان على الطين ليجعل له لبنا من فخار فجعل لي صرحا أي بناء لعلي أطرع إلى إله موسى وإني لأغنه من الكاذبين ولكن سنحقق هذا الظن ونريكم كذب موسى فانظر إلى هذه القرأة العظيم على الله التي ما بلغها آدمين كذب موسى وادعى أنه إله ونفى أن يكون له علم بالإله الحق وفعل الأسباب ليطأ وصل إلى إله موسى وكل هذا تريد ولكن العجب من هؤلاء الملأ الذين يزعبون أنهم كبار المملكة المدبرون لشؤونها كيف لعب هذا الرجل بعقولهم واستقف أحلامهم وهذا لفسقهم الذي صار صفة راسقة فيهم فسددينهم ثم تأنبعوا ذلك فساب عقولهم فنسألك اللهم الثبات على الإيمان وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا تهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قال تعالى واستكبره جنوده في الأرض بغير الحق استكبروا على عباد الله وسابوهم سوء العذاب واستكبروا على رسل الله وما جاءوهم به من الآيات فكذبوها وزعموا أن ما هم عليه أعلى منها وأفضل وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فلذلك تجرؤوا وإلا فلو علموا أو ظنوا أنهم يرجعون إلى الله لما كان منهم ما كان فأخذناه وجنوده عندما استمر عنادهم وبغيهم فنبذناهم في اليم فنظر كيف كان عقبة الظالمين كانت أشر العواقب أخسرها عاقبة أعقبتها العقوبة الدنيوية المستمرة المتصلة بالعقوبة الأخروية وجعلناهم أئمة أن يدعون إلى النار أي جعلنا فرعون ولأه من الأئمة الذين يقتضى بهم ويمشى خلفهم إلى دار الخزي والشقاء ويوم القيامة لا ينصرون من عذاب الله فهم أضعف شيء عن دفعه عن أنفسهم وليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة أي وأتبعناهم زيادة في عقوبتهم وخزيهم في الدنيا لعنة أن يلعنون ولهم عند الخلق الثناء القبيح والمقت والذن وهذا أمر المشاهد فهم أئمة الملعونين في الدنيا ومقدمتهم ويوم القيامة هم من المطبوحين المبعدين المستقضرة أفعالهم الذين اكتمع عليهم مقت الله ومقت خلقه ومقت أنفسهم ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراه من بعد ما أهلكنا القرون الأولى الذين كان خاتمتهم في الإهلاك العام فرعون وغنوده وهذا دليل على أنه بعد نزول التوراه انقطع الهلاك العام وشرع جهاد الكفار بالسيف بصائر للناس أي كتاب الله الذي أنزله على موسى فيه بصائر للناس أي أمور ينصرون بها ما ينفعهم وما يضرهم فتقوم الحجة على الغاصي وينتفع بها المؤمن فتكون رحمة في حقه وهداية له إلى الصراط المستقيم ولهذا قال وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ولما قص الله على رسوله من قص من هذه الأخبار الغيبية نبه العباد على أن هذا خبر إلهي محض ليس للرسول طريق إلى علمه إلا من جهة الوحي ولهذا قال وما كنت بجانب الغربي أي بجانب الطور الغربي واختق قضاءنا لموسى الأمر وما كنت من المشاهدين على ذلك حتى يقال إنه وصل إليك من هذا الطريق ولكن أنشأنا قرونا فتطاغل عليهم العمر فاندرس العلم ونسيت آياته فبعثناك في وقت اشتدت الحاجة إليك وإلى ما علمناك وأوحينا إليك وما كنت ثاويا أي مقيما في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا أي تعلمهم وتتعلم منهم حتى أخبرت بما أخبرت من شأن موسى في مدين ولكن كنا مرسلين أي ولكن ذلك الخبر الذي جئت به عن موسى أثر من آثار إرسالنا إياك ووحي لا سبيل لك إلى علمه بدون إرسالنا وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى وأمرناه أن يأتي القوم الظالمين ويولغهم رسالتنا ويريهم من آياتنا وعجائبنا ما قصصنا عليك والمقصود والمقصود أن الماجريات التي جرت لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن فقصصتها كما هي من غير زيادة ولا نقص لا يخلو من أحد أمرين إما أن تكون حضرتها وشاهدتها أو ذهبت إلى محالها فتعلمتها من أهلها فحين إذن قد لا يدل ذلك على أنك رسول الله إذن الأمور التي يخبر بها عن شهادة ودراسة من الأمور المشتركة غير المختصة بالأنبياء ولكن هذا قد علم وتيقن أنه ما كان وما صار فأولياءك وأعداءك يعلمون عدم ذلك فتعين الأمر الثاني وهو أن هذا جاءك من قبل الله ووحيه وإرساله فثبت بالدليل القطعي صح رسالتك ورحمة الله بك للعباد ولهذا قال ولكن رحمة أمر ربك لتنهر قوما ما آت آهم من نذير من قبلك أي العرب وقريش فإن الرسالة عندهم لا تعرف وقت إرسال الرسول وقبله بأزمان متطاولة لعلهم يتذكرون تفصيل الخير فيفعلونه والشر فيتركونه فإذا كنت بهذه المنزلة كان الواجب عليهم المبادرة إلى الإيمان بك وشكر هذه النعمة التي لا يقادر قدرها ولا يدرك شكرها وإذاره للعرب لا ينفي أن يكون مرسلا لغيرهم فإنه عربي والقرآن الذي أنزل عليه عربي وأول من باشر بدعوته العرب فكانت رسالته إليهم أصلا ولغيرهم تبعا كما قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ولولا أن تصيبهم نصيبكم بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين أي فأرسلناك يا محمد لدفع حجتهم وقطع مقالتهم فلما جاءهم الحق الذي لا شك فيه من عندنا وهو القرآن الذي أوحيناه إليك قالوا مكذبين له ومعتردين بما ليس يعترض به لولا أوتي مثلما أوتي موسى أي أنزل عليه كتاب من السماء جملة واحدة أي فأما ما دام ينزل متفرقا فإنه ليس من عند الله وأي دليل في هذا وأي شبه أنه ليس من عند الله حين نزل مفرقا بل من كمان هذا القرآن واعتناء الله بما أنزل عليه أن نزل متفرقا ليثبت الله به فؤاد رسوله ويحصل زيادة الإيمان للمؤمنين ولا يأتوك بمثل إلا جئنك بالحق وأحسن تفسيرا وأيضا فإن قياسهم على كتاب موسى قياس قد نقضوه فكيف يقيسونه على كتاب كفروا به ولم يؤمنوا ولهذا قال أولم يكفروا بما أوت موسى من قبل قالوا سحران تغرى أي القرآن والتوراة تعونا في سحرهما وإضلال الناس وقالوا إنا بكل كافرون فثبت بهذا أن القوم لا يريدون إبطال الحق بما ليس ببرهان وينقضونه بما لا ينقض ويقولون الأقوال المتناقدة المختلفة وهذا شأن كل كافر ولهذا صرح أنهم كفروا بالكتابين ورسولين ولكن هل كفرهم بهما طلبا للحق واتباعا لأمر عندهم خير منهما أم مجرد هوى قال تعالى ملزما لهم بذلك فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أي من التوراة والقرآن أتبعه إن كنتم صادقين ولا سبيل لهم ولا لغيرهم أن يأتوا بمثلهما فإنه ما طرق العالم من خلقه الله مثل هذين الكتابين علما وهدى وبيانا ورحمة للخلق وهذا من كمال الإنصاف من الداعي أن قال أنا مقصودي الحق والهدى والرجد وقد جئتكم بهذا الكتاب المجتمل على ذلك الموافق لكتاب موسى فيجب علينا جميعا الإذعان لهما واتباعهما من حيث كونهما هدى وحقا فإن جئتموني بكتاب من عند الله وأهدى منهما اتبعته وإلا فلا أترك هدى وحقا قد علمته لغير هدى وحق فإن لم يستجيبوا لك فلم يأتوا بكتاب أهدى منهما فعلم أن ما يتبعون أهواءهم أي فعلم أن تركهم اتبعك ليسوا ذاهبين إلى حق يعرفونه ولا إلى هدى وإنما ذلك مجرد اتباع لأهوائهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فهذا من أضل الناس حيث ورد عليه الهدى والصراط المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامته فلم يلتفت إليه ولم يقبل عليه ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصل إلى الهلاك والشقاء فاتبعه وترك الهدى فهل أحد أضل ممن هذا وصفه ولكن ظلمه وعدوانه وعدم محبته للحق هو الذي أوجب له أن يوقع على ضلاله ولا يهديه الله فلهذا قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي الذين صاروا ظلم لهم وصفا والعناد لهم نعتا جاءهم الهدى فرفضوه وعرض لهم الهوى فتبعوه سدوا على أنفسهم أبواب الهداية والأرقها وفتحوا عليهم أبواب الغواية وسبلها فهم في غيهم وظلمهم يعمهون وفي شقائهم وهلاكهم يترددون وفي قوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم دليل على أن كل من لم يستجب للرسول وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول فإنه لم يذهب إلى هدى وإنما ذهب إلى هوا ولقد وصلنا لهم القول أي تابعناه وأنزلناه 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 شيئا فشيئا رحمة بهم ولطفا لعلهم يتذكرون حين تتكرر عليهم آيته وتنزل عليهم ببيناته وقت الحاجة إليها فصار نزوله متفرقا رحمة بهم فلما اعترضوا بما هو من مصالحهم أما عن الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة انتظروني بعد هذا الفاصل القصير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولقد وصلنا لهم القول أي تابعناه ووصلناه وأنزلناه شيئا فشيئا رحمة بهم ولطفا لعلهم يتذكرون حين تتكرر عليهم آيته وتنزل عليهم بيناته وقت الحاجة إليها فصار نزوله متفرقا رحمة بهم فلما اعترضوا بما هو من مصالحهم أما عن ذكر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة انتظروني بعد هذا الفاصل القصير لا تنسوا الاعجابات والاشتراك في القناة عدنا لحضراتكم حصل في ذكر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة فمنها أن آيات الله تعالى وعبره أيامه في الأمم السابقة إنما يستفيد بها ويستنير المؤمنين فعلى حزب إيمان العبد تكون عبرته وإن الله تعالى إنما يسوق القصص لأجلهم وأما غيرهم فلا يعبغ الله بهم وليس لهم منها نور وهدى ومنها أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه وأتى بها شيئا فشيئا بالتدريج لا دفعة واحدة ومنها أن الأمة المستضعفة لو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي لها أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقها ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمور خصوصا إذا كانوا مظلومين كما استنقض الله أمة بني إسرائيل الأمة الضعيفة من أسر فرعون وملئه ومكنهم في الأرض وملكهم بلادهم ومنها أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها ولا تتكلم به لا يقوم لها أمر دينها ولا دنياها ولا يكون لها إمامة فيه ومنها نطف الله بأم موسى وتهوينه عليها المصيبة بالبشارة بأن الله سيغد إليها ابنها ويجعله من المرسلين ومنها أن الله يقدر على عبده بعض المشاق ديوني له سرورا أعظم من ذلك أو يدفع عنه شرا أكثر منه كما قدر على أم موسى ذلك الحزن الشديد والهم البليغ الذي هو وسيلة إلى أن يصل إليها ابنها على وجه تطمئن به نفسها وتقر به عينها وتزداد به غطة وسرورا ومنها أن الخوف الطوعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله كما قرى لأم موسى ولموسى من تلك المخوف ومنها أن الإيمان يزيد وينقص وأن من أعظم ما يزيد به الإيمان ويتم به اليقين الصبر عند المزعجات والتثبيت من الله عند المخلقات كما قال تعالى لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين أي ليزداد إيمانها بذلك ويطمئن قلبها ومنها أن من أعظم نعم الله على عبده وأعظم معونة للعبد على أموره تثبيت الله إياه وربط جأشه وقلبه عند المخاوف وعند الأمور المذهلة فإنه بذلك يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب بخلاف من استمر قلقه وروعه وانزعاجه فإنه يضيع فكره ويذهل عقله فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال ومنها أن العبد لو عرف أن القضاء والقدر وعد الله نافذ لابد منه فإنه لا يهمل في فعل الأسباب التي أمر بها ولا يكون ذلك منافيا لإيمانه بخور الله فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها ومع ذلك اجتهدت على رده وأرسلت أخته لتقصه وتطلبه ومنها جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال من غير محظور كما جرى لأخت موسى وابنتي صاحب مدين ومنها جواز أخذ الأجر على الكفالة والرضاع والدلالة على من يفعل ذلك ومنها أن الله والرحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه أن يريه من آيته ويشهده من بياناته ما يزيد به إيمانه كما رد الله موسى على أمه لتعلم أن وعد الله حق ومنها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد وعرف لا يجوز فإن موسى عليه السلام عد قتله القطي الكافر ذنبا واستغفر الله منه ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض ومنها أن من قتل النفوس بغير حق وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض وتهيب أهل المعاصي فإنه كاذب في ذلك وهو مفسد كما حق الله قول القطي إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين على وجه التقرر له لا الإنكار ومنها أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه على وجه التحذير له من شر يقع فيه لا يكون ذلك نميمة بل قد يكون واجبا كما أخبر ذلك الرجل موسى ناصحا له ومحذرا ومنها أنه إذا خاف القتل والتلف في الإقامة لا يلقي بيده إلى التهلك ولا يستسلم لذلك بل يذهب عنه كما فعل موسى ومنها أنه عند تزاحم المفسدتين إذا كان لابد من ارتكاب إحدهما أنه ترتكب الأخف منهما والأسلم كما أن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل له غير ربه ولكن هذه الحالة أقرب للسلام من الأولى فتبعها موسى ومنها أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه الصواب من القولين بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه فإن الله لا يخيب من هذا حاله كما خرج موسى تلقاء مدينة فقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ومنها أن الرحمة بالخلق والإحسان على من يعرف ومن لا يعرف من أخلاق الأنبياء وأن من الإحسان سقي الماشية الماء وإعانة العاجز ومنها استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحها ولو كان الله عالما بها لأنه تعالى يحب تضر عبده وإظهار له ومسكنته كما قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ومنها أن الحياة خصوصا من الكرام من الأخلاق الممدوحة ومنها المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم السابقين ومنها أن العبد إذا فعل العمل لله تعالى ثم حصل له مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأول أنه لا يلام على ذلك كما قبل موسى مجازات صاحب مدين عن معروفه الذي لم يبتغ له ولم يستشرف بقلبه على عوض ومنها مشروعية الإجارة وأنها تجوز على رعاية الغنم ونحوها مما لا يقدر العمل وإنما مرضه العرف ومنها أنه تجوز الإجارة بالمنفعة ولو كانت المنفعة بضعا ومنها أن خطبت الرجل لابنته الرجل الذي يتخيره لا يلام عليه ومنها أن خير أجير وعامل يعمل للإنسان أن يكون قويا أمينا ومنها أن من مكالم الأخلاق أن يحسن خلقه لأجيره وخادمه ولا يشق عليه بالعمل لقوله تعالى وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين ومنها جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد لقوله والله على ما نقول وكيل ومنها ما أجرى الله على يد موسى من الآيات البينات والمعجزات الراهرة من الحي وانقلاب يده بيضاء من غير سوء ومن عصمة الله لموسى وغارون من فرعون ومن الغرق ومنها أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إماما في الشر وذلك بحسب معارضته لآيات الله وبيناته كما أن من أعظم نعمة أن عمل الله بها على عبده أن يجعله إماما في الخير هاديا مهديا ومنها ما فيها من الدلالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بذلك تفصيلا مطابقا وتأصيلا موافقا قصه قصرا صدق به المرسلين وأيد به الحق المبين من غير حضور شيء من تلك الوقائع ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك المواضع ولا تلاو الدرس فيها شيئا من هذه الأمور ولا مجالسة أحد من أهل العلم إنه إلا رسالة الرحيم الرحمن ووحي أنزله عليه الكريم المنان ليعر به قوما جاهلين وعن النور والرسل الغافلين فصلوات الله وسلامه على من مجرد خبره ينبي أنه رسول الله ومجرد أمره ونهيه ينبه العقول أن يرى أنه من عند الله كيف وقد أطابق على صحة ما جاء به وصدقه خبر الأولين والآخرين والشرع الذي جاء به من رب العالمين وما جبل عليه من الأخلاق الفاضرة التي لا تناسب ولا تصلح إلا لأعلى الخلق درجة والنصر المبين لدينه وأمته حتى بلغ دينه مبلغ الليل والنهار فتحت أمته مغرم بلدان الأمصار بالسيف والسنان وقلوبهم بالعلم والإيمان ولم تزل الأمم المعاندة والملوك الكفرة المتعاضلة ترميه بقوس واحدة وتكيد له المكايد وتمكر لإطفائه وإخفائه وإخماده من الأرض وهو قد بهرها وعلاها لا يزداد إلا نموا ولا آيته وبراهينه إلا غورا وكل وقت من الأوقات يظهر من آياته ما هو عبرة للعالمين وهداية للعالمين ونور وبصيرة للمتوسمين والحمد لله وحده صلى الله على محمد بسم الله الرحمن الرحيم طاسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض ما جعل أهلها شيعا يستضعف يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحغرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرض عينه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت نتجي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنامت عليه فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرقه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجيني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدينة قال قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تودان قال ما خضبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير لا نسقي حتى يصدر الرعاء أبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير من فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أمكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عذوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جوة من النار لعلكم تصطلون فلما آتاها نوذي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج غيضاء من غير سوء واضمم واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله ما يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما لنت لكم من إله غير فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطرع إلى إله موسى وإني لأغنه من الكاذبين واستكبر هو وجموده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا لا يرجعون فأخذناه وجموده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأدبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر ما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الغمر وما كنت ثاوع في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين وما كنت بجانب الطغر إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم نصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتنع عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صغروا ويضرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو آردوا عنه وقالوا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغ الجاهدين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم من المهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا رسولا يطلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها غالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاء فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يوم 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 فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين ورب ورب يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى عما يشركون ورب يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلت من قبله من القرون من وأشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرجانا قومي في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قالون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمل وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأن ه لا يفلح الكافرون تلك الداع الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقينين من من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجز الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لراد دك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون ظهيرا للكافرين ولا يصد ظنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم إليه ترجعون لا تنسوا الأعجاب لهم والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم طاسي ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض ما جعل أهلها شيعا يستضعف يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحغرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرض عينه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين هل تقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت نتجي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغافه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت عليه فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرقه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو له ما قال قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من الم الم ه و جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوا ك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجيني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدينة قال قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خضبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير لا نسقي حتى يصدر الرعاء أبونا شيخ كبير فسقانهما ثم تولى إلى الظل فقال فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير من فقير فجاءته إحداؤهما تمشي على استحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أمكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عذوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جوة من النار لعلكم تصطلون فلما آتاها نوذي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي موسى يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج غيضاء من غير سوء واضمم واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله ما يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان وعلى الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطرع إلى إله موسى وإني لأغنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأدبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر ما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الغمر وما كنت ثاوع في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين وما كنت بجانب الطغر إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم نصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعوا إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتنع عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك أولئك يؤتون أجرهم مرتين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صغروا ويضرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو آردوا عنه وقالوا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم من المهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا رسولا يطلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها غالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاء فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون يشعرون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار صرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيت هو على علم عندي أولم أولم أن الله قد أهلك من قبل من القرون من وأشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قالون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمل وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأن ه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقينين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجز الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لراد ذك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ظلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون لا تنسوا الإعجابات والاشتراك في القناة